اشتركوا في القناة وامل من ضع ليأس وقر من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لمكانا من القلب للقلب عنوانها اجيال بتغير العالم لو انت ابو ام في مرحلة التربية في السن الصغير لغاية 25 سنة او لو انت شاب صغير جاي من مصر او جاي من اي بلد عربية وعايز تعرف ازاي تعيش هنا بطريقة صح الحلقة دي ليك برضو للشباب من سن عشر سنين بغاية سن 25 سنة نمدها 30 سنة اوكي انا فعلا بشجعكم قوي انكم تكلموا الاباء والامهات اللي عندهم ولاد في السن ده او بيربوا او لسه جايين من بلدنا العربية جديد او الشباب اللي عايز فعلا يشوف نموذج حي لاجيال تغير العالم ويبص لنفسه ويقول انا جاي في البلد دي علشان اغير العالم علشان يكون ليا تأثير قديكم دقيقة ولا نص دقيقة علشان تعملوا التليفونات ولا اقدم لكم دي في الحلقة خليني اقدم لكم دي في الحلقة هو مش غريب عليكم هو واحد شفتو كتير وتلامستو يعني اتلامس معاكم بحاجات جميلة جدا معانا النهاردة جاني يوسف اهلا بك يا جاني هاي ازايك ازايك حبيب هاوليك ايفت انت تقول لي بلاش اي حاجة تاني لا بلاش تانت دي خالص طب تمام يعني ماينفعش نقصر منك ماينفعش تقول لي تانت تمام اهلا بك يا جاني جاني انت من الشباب القليلين اللي ليهم تأثير في كل مكان بيروحوا فيه وفعلا بعتبرك من الاجيال اللي بتغير العالم ودايما بتعمل حاجات جديدة انت سنك كم سنة جاني انا 29 29 سنة ميبانش عليك مرسي جيت مصر جيت امريكا وانت سنك كم سنة جيت من مصر الامريكا وانا عندي 15 سنة وبقى لي هنا تقريبا دخل على 15 سنة يعني لك هنا يعني نصف امريكا ونصف مصر نصف عمرك قديته في امريكا ونصف قديته في مصر مصبور النهاردة انت شخص ناجح جدا اتعلمت هنا وخدت الجامعة بتاعتك هنا وعندك نجاح في مجال الريل ستيت في كانسس سيتي وربنا باركك في الامر ده فانت you are an apostle in the marketplace او شخص مؤثر in the marketplace لكن ده مش مخليك بعيد عن الخدمة انت مزروع في الخدمة منقوع فيها زي ما بيقولوا وربنا بيستخدمك مع الشباب وبيستخدمك مع الناس اللي انت بتتعامل معا قول لي السر اقول لك السر متهالي السر الاساسي عشان ابقى صريح هو هو كزا حاجة بس السر الاساسي هو يعني بابا ما كانوا بيصلولي مما انا طفل فده عمل فرق كبير ان انا في بيت مؤمن مع ابو واما كانوا على طول بيصلولي من ناحية البزنس انا بابايا في البزنس على طول فانا تفكير البزنس والكلام ده كله هو اللي خليني يخش في البزنس ومن ناحية الخدمة وان انا بحب اخدم ان ماما على طول فيها شفقة وتحب تخدم وتحب على طول تساعد اي حد فانا اخدت من داو ده يعني اشكر ربنا فعلا على مامتي وبابايا ان تطلعوني كده بس برضو جيت مجتمع مختلف وكان فيه حاجات كتيرة مختلفة ودي ساعدتني ان انا اشوف الفرق في المجتمع وحاجة من الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها ان انا اول لما انقل امريكا فيه ناس كتيرة اللي ما بيجوا امريكا يقفلوا على عيالهم ويتأكدوا ان عيالهم مع مصرين بس عشان يحافظوا على عيال والكلام ده كله بس انا كنت عايز اشوف ايه المميزات و ايه اللي انا اقدر اتعلمه من المجتمع هنا في نفس الوقت من غير منسى ان انا مصري الوصول بتاع المصبوط طيب وبابا وماما كان الرياكشن بتاعهم لما انت حاولت ان انت تخرج برا المجتمع المصري وعايز تبقى مور انفولت في المجتمع الامريكي هم لحد ما كزا مرة كانوا قلقانين بس انا متهايلي لما شافوا ان انا روحيا لما كنت بروح الكنيسة امريكية كنت بنمو اكتر عن الكنيسة العربي ساعتها شجعوني يعني ما كانش فيه مشاكل كان الفوكس ان هم عايزيني تأكدوا ان انا يعني انا هكمل نناتبى الرب بس الماما على طول حتى جات فترة معينة ما كنتش مع مصريين خالص وعلى طول مع امريكان وكنت حتى يعني بوص مجتمع مصري ويعتبر نفسي ان انا مش من مجتمع مصري وماما على طول كانت تقول لي دو نات فورجت يعني ما تنساش ان انت مصري وصلي المصر وما تنساش اصلك ساقول انا ماليش دعو مش عايز بالكلام ده لكن ماما كانت على طول تشجعني ودي حط عملت معي فرق ان انا افتكرت مصر وعلى طول حتى يعني لما رحت مصر قريب وعملنا خدمة هناك وجبت الشباب من امريكا لمصر دي بسبب ان ماما على طول شجعتني لان انا منساش مصر ويعني ربنا حطها على قلبي من ساعتها انت بتتكلم على مفتاح خطير يعني لما بنقول اجيال بتغير العالم احنا جينا مصريين من بلدنا لكن اولادنا لما بيطلعوا في سن معين بيبتدوا توريزيست حتى اللي تولدوا هنا بيبتدوا يقوموا انتوا مصريين احنا مش مصريين انتوا سوريين احنا مش سوريين احنا عايزين نعيش بالطريقة دي وده انت يعني دخلت في الحتة دي لكن حكمة ماما طلعتك من الحتة دي ودخلتك ان بعد ما كبرت النهاردة انت بتخدم للمصريين طب هل تعتقد ان في الفترة اللي انت جيت فيها ما كانش فيه النمو الروحي للقادة الكنسيين في مجتمعنا الشرقي انهم يحتووا العيال بالطريقة دي هو فيه مشكلة كبيرة اولا الجيل اللي احنا فيه فيه جنوريشنل جاب واسع قوي الفرق كبير جدا بين الجيل بتاع اهلي وبين جيلي ده برا المجتمع يعني حتى لو في نفس المجتمع حتى المجتمع المصري ناس اللي بتعطي في مصر أو في امريكا الاهلي الامريكيين اللي بتعطي في امريكا الفرق شاسع بين الاهل التكنولوجيا والانترنت والتفكير والحاجات السياسية اللي بتتغير في كل حتة عملت فرق كبير قوي بين الجيلين يعني جيل كو جيل ماما بابا فرق بينه وبين جيل جدتي وجدي مش شاسع زي جنة فدي قريدي مشكلة كبيرة بس لما اضيفي كمان ان الناس ممكن تنقل يعني انا قلت المجتمع مختلف خالص دي كمان بتزود الفرق اكبر باللوقتي انت عندك جاب اكبر بكتير عندك جاب كولتشل مجتمع وعندك جاب جينوريشن اه اجيال وكمان مشكلة من المشاكل ساعات لما الاهل يتنقل هنا بيبقى تفكيرها نحن نقلنا في سنة 2000 ولا 2001 تفكير ماما قاعدوا تفكير 2001 من كل حاجة فالدنيا لما روح مصر اللي هي اتغيرت والاهالي تفكيرها اتغيرت في حاجات تفتحت لكن تفكير ماما وابا سبت جيل تفكير 2000 فدي كمان بتعمل جاب على اكتر ان كمان عندك مجتمع شرقي لكن مش بيتحرك في مجتمع جديد يعني مجتمعاتنا في بلدنا فعلا اتغيرت طريقة التفكير للشباب والبنات والعلاقات وكل الحاجات تغيرت في مصر كل حاجات تفكير روح تفكير سياسي تفكير وحاجات كتيرة بتتغير فدي عملت جابس كتيرة بس اشكر ربنا ان رغم ان حياتي كانت في نقطة حاجات كتيرة كانت أصعب كتير لكن فعلا صلاة اهلي وفعلا ربنا هو دي كاتمي ان انا اخد المميزات من جيل ومن جيل وحاول اربطهم الاتنين اشوف ايه اللي اقدر كنت بقول ما انا مش مصري ماليش دعوة مصر انا كلها ما اسمع عن مصر اسمع خناقات ومشاكل فقلت انا ماليش دعوة وفاكر في الفترة دي حلمت بحلم وحلمت ان انا في مصر وببص على مصر وكنت عربيات عمالة تخبط في بعض ونسبة زعق وهيصة مولت كده كنت في شارع مصر والعربية بديمشي مقلوب وكنت لغبط وبصيت كده في الحلم وبالكبرية بقول المجتمع ده متحب انا مش مصري واقول لما قلت كده في الحلم اسمعت صوت بيقول بس ده شعبي وبحبه وحسيت كأن قلب ربنا بيقول ده شعبي وانا بحبه فانا لما حسيت ان ربنا بيفكرني انت ما تنساش اصلك وفي مميزات كتيرة في المجتمع الشرقي والمجتمع المصري المجتمع الامريكاني مش موجود فيه ودورك ان انت ما تمسحش اصلك بس دورك ان انت تاخد ربنا لكل حد والاولادكو اكبر بكتير من الجابس دي واو واو الكلام ده الكلام ده خطير جدا ويوم ما نشوفه في ولادنا كمصريين وكشعب شرقي ولاد بيحبوا بلادهم انت بتحب مصر بتنزل تخدم في مصر وبتجيب ناس من الامريكان علشان يروحوا يخدموا في مصر وعشان يسابورت العمل في مصر دي حاجة جميلة جدا يمكن على يعني ازمنا كتيرة وعصور كتيرة انا جيت هنا وكنت تسأل ناس انت رجعتوا مصر لا 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 نرجع مصر ان نعمل ايه لا 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 ويقولوا لعيالهم ملكوش دعوة بمصر اوعوا تنزلوا مصر اوعوا تعملوا مش عارف ايه ويخوفوا عيالهم من مصر لكن انت كان عندك الاهل اللي عندهم الوعي الكفاية ان يشوفوا خط طلال حياتك وخط طلال بلاتهم اصحنا مش هنطلع من جدرنا وانا وانا اصحابي حتى اللي جم معايا قلنا نروح خدمة وروحنا خدمة لمصر في مصر اخدت معايا خمس امريكان لكن احنا رجعين قلت لهم ايه اكتر حاجة انبسطوا بيها كلهم قالوا ان احنا حسنا ان احنا تعلمناه من المجتمع المصري ومن الكنيسة الشرقية اكتر من اللي احنا جبناه يعني هم الجم كأنهم هنيجي ونخدم ونساعد لكن قالوا ان احنا تعلمناه اكتر من نحنا الدنيا فانا انبسطت ان فيه فعلا حاجات كمان جميلة في مجتمعنا وفيه حاجات ممكن نتعلمها ونعلمها الناس تانية فمفروض ما تتمسحش فمهم ان احنا نعرف ونبقى بنصلي ان ما يبقاش المجتمع هو اللي بيأسسنا وبيأسس عائلتنا بس بيبقى الكتاب ففيه حاجات كتير في المجتمع الشرقية ممكن تكون غلط والكتاب هو الصح فهو اللي يأسسنا وفيه حاجات كتير ممكن المجتمع هنا غلط في امريكا فالكتاب هو اللي يأسس بتاعنا وديه الحاجة اللي احنا لازم نركز عليها هل بابا وماما كانوا يقولو لك ما تعملش كده ما تعملش كده عشان احنا مصريين ولا الكلمة دي ما سمعتهاش وانت بتتربى لا سمعتها كتير سمعتها كتير وفيه نقط يعني وده انا عايزة شاركه ان فيه يعني انا عايزة شارك ثلاث نقط معينين عايزة شجع الاهالي المصرية من اللي انا تعلمته او الشرقية او الشرقية عموما انها تعرف النقط دي علشان حاجة من الحاجات انا وانا في المدرسة هنا في امريكا كنت بشوف وبكارن اهلي تفكيرهم كده تم دولت صحبي واهله برضو مؤمنين بس تفكيرهم العكس بالزبط فالحاجات دي ساعدتني ان انا قدر اشوف ايه المميزات وهنا وايه العيوب هنا وبعد كده بعد كده عشر سنين بعد المدرسة وبسنين بعد الجامعة اقدر ابص وقارن ان الشخص ده اهله تفكيره كده بس نجح في ده وديه المشاكل اللي عنده وانا نجحت فيديو دي المشاكل اللي عندي فدي ساعدتني ان انا اشوف ايه الحاجات اللي كمجتمع ومفروض نتعلمها طيب عندي سؤال لك فيه ولاد بتيجي هنا في سنك وابه وامه مؤمنين لكن الولاد بتختار طريق العكس خالص وبتضيع ايه اللي خلاك انت تاخد اتجاه تاني خالص وما دعتش وتقول ايه للاهالي اللي عيالها ضاعت وحسين بالندم انه هم جون في البلد نقطة من نقطة انا مرة كنت بعدي بوقت صعب وابتديت اشك في كل حاجة في الكتاب وما كنتش عارف انا بصدق في ايه وهلا الحاجات اللي انا بصدقها دي عشان انا تربيت عليها ولا اتدفع لن الاساس الصح وانا فاك ان انا مرة كلمت مامة التليفون وبقولها انا مش عارف انا بصدق ايه وعندي شك كتير ومش حسس بحضور ربنا وصليت لحاجات كتيرة ما حصلتش فانا بشك انا مش عارف انا عايز اتبع ربنا ولا اقل لدنسة يعرفها هسبت ربنا وكنيسة وبعدت على الكلام ده كله فوقت لقى موانا لو بعدت عن ربنا هتعادي تحبيني ولا هتعمل ايه قالتلي انت مهما عملت ومهما غضت ومهما مهما عملت ومهما كنت انا حب يريك مش هيتغير واو المحبة الغير مشروطة المحبة الغير مشروطة ودي المحبة ربنا وقالتلي كل انا عرف ان انا صليلك وكل انا عرف ان انا فكرك باللي ربنا عمله في حياتك قبل كده وابتدت تفكرني فكر لما صليت لكذا وحصل فكر لما صليت لكذا وكذا وسبيتني بس النقطة اللي عملت معي فرق ان ساعتها في الموقف ده لو ماما كانت حاولت تجبرني لا ده غلط لا كذا وتستعمل الكتاب كسلاح ترمي وانا انا عايزة قول كده برضو في المجتمع الشرقي مشكلة من المشاكل انا بشوف ان الاهالي كتير ساعت بتستعمل الكتاب مقدس والايات فيه كسلاح ترمي على العيال الكتاب بيقول كذا يعني كذا فالعيال بدل ما تقرب من الكتاب وتحس ان الكتاب ده ما كان راحة يحس ان الكتاب ده سلاح الاهالي بتستعمله فتبعد يعني انا سمعت قبل كده حتى ممكن تلاقي اهالي تقول إيه يستعملوا حتى آيات مالهاش علاقة بأي حاجة الولد ممكن يكون مش مطيع يقول إيه جي ليلعن أبا وأمه عشان موجودة في الكتاب الآية دي مالهاش أي علاقة بالحاجة زي دي لما تقول كده لإبنك يحس أنا بلعن أبوي أو أمي عشان أنا معترض يبقى أنا غلط أو الكتاب غلط يبقى كده بنحط حمل بدل ما نستعمل آيات إن إزاي إن الكتاب ده مفروض يجيب لنا راحة وفيه عود من ربنا فنوضة مهمة إن ما أنا حاولتش نعمل كنترول سيطرة لما ماما جيت وقلت لها أنا علاقة مع ربنا مش كويس ما حاولتش تعمل سيطرة وترمي آيات في الكتاب ومش عارف إيه قالت لي أنت مهما عملت حبي ليك مش مشلوط فكانت صورة أبونا السماوي إن إحنا مهما عملنا حبنا لي حبه لينا ما بيتغيرش ودي اللي بديتني ساكه في نفسي إن أنا أقدر أروح له تاني وأكلمه وإن هو حفظ علي من حاجات كتيرة يعني أنت جالك فترة شكيت وبعت صليت كتيرة ومسكت في آيات كتيرة وحاجات كتيرة محصلتش وحتى في علاقاتي مع ناس وحاسيت إن ربنا هل فعلا أن الصلاة بتعمل أي فرق هل فعلا ربنا سمعني هل فعلا أن الآيات دي لسا الغاية دلوقتي لها قوة فلما كان في شك لما قدرت أروح لماما وتديني سكه أن حبه لي مش مشروط هي دي اللي لديتني القوة فلا أنا عايزة شجعوا الأهالي أعملوا كده مع عيالكو ما تستعملوش الكتاب كوسيلة أن تحاولوا تسيطروا وتربطوا عيالكو عشان أول ما هيقدروا يتفكوا هيبعدوا عايز برضا أقول إن الإنترنت دلوقتي والدنيا مفتوحة زمان ممكن الأهالي تحاول تقفل عليها عشان تحافظ عليهم لو ما في صداقة بينك وبين ابنك أو بينك وبين بنتك اللي هيحصل إن لهم عايزين يعرفوا حاجة وأنت تحاولوا تربطوهم الإنترنت وكل حاجة دلوقتي مفتوحة هيلاقوا وسيلة تانية يعرفوا هيلاقوا ناس تانية تقولهم فليه ما تكونوش أنتوا السورس أن يحسوا بأمان أن يقولكم ويكلموكم لما يبقوا شكين في علاقتهم مع ربنا لما يبقوا شكين في آية لما يبقوا نصدقين كتب من إبليسي إداروا يقولكم أنتوا الحوار والصداقة اللي ما بينكم هي اللي تخليم تديهم ثقة في إبراهيم الكتاب يقول أن فآمن إبراهيم بالله فحصب له برا ودعى خليل الله يعني في العهد القديم الكتاب يقول أن الله أبونا السماوي في العهد القديم اعتبر إبراهيم ده صحبه صديق فلما الله الكبير بيعتبرنا ويقول علينا أن احنا أصحابه أصدقاء ليه لما يبقى عندنا إيمان وعلاقة معاه ليه إحنا كأهالي ما عندناش الصورة دي كمجتمع الشرق نحب نقول إيه إن الأب ليه احترامه والأم ليه احترامه وحافظ على الاحترام وحلو أن يبقى فيه احترام بس لو ربنا بيعتبرنا أصدقاء أقول ليه إحنا ما نعملش كده مع عيالنا عشان عيالنا تقدر تفتح لنا ويبقى فيه صداقة أنه بيقولكم قبل ما يروحوا لحد تاني ويبقى الكتاب المقدس بتستعملوه علشان تبقى وسيلة تدي للعيال أمان واطمئنان مش نستعمل آيات علشان تخوف العيال أو علشان تربط العيال على فكرة الكلام ده مش بس في أمريكا أو في بلاد المعجر الكلام ده يتطبق في بلادنا كمان مظبور يعني ده يمسكوا الآية وربنا بيقول كذا وكذا وكذا والطفل أو الشاب الصغير حس إنه بيتضرب بعصاية الكتاب مظبور فدي نقطة خطيرة جدا اللي أنت قلتها يعني إيه إن أنت الكتاب ده هو تستخدمه كوسيلة راحة أكلم عيالي بالكتاب المقدس مش إن أنا أو إن أنا أفضل أهددهم به أو لو عملت كده ربنا هيعمل كده باب يحدود بينه وبين ربنا يعني فيه مثلا كلمة بسمعها على طول ما تعملش كده عشان ربنا ما يزعلش منك ما تعملش كده عشان ربنا ما يضربك شي كلام ده خطير وده خطير لكذا سبب أول سبب إحنا بنتربى لما إحنا بنكبر بنقولي زي نروح السماء يتقال الإيمان هو اللي يودينا السماء الأعمال دي بتتبع الإيمان لما واحد يبقى عنده إيمان وعلاقة مع ربنا الأعمال كويسة بتتبع عشان إحنا عندنا علاقة محبة فبنبقى عايزين نعمل اللي ربنا اللي بيحب بيحب بس ما كان الثقة هي الإيمان هو السورس هو الجذر وبعد كده كل حاجة تانية بتتبع لكن المشكلة أن احنا بنعلم كده للعيالنا بس ممكن نعملهم بطريقة مختلفة لغبة الدنيا إن لأ لو عملت كده أنا هتديق منك لو عملت كده أنا مش أكلمك لو عملت كده ربنا هيزعل فتبع العملية ملغبطة هو الإيمان والعلاقة معاه هي اللي بتدينا القوة والأعمال بتتبع ولا لا لازم نعمل الأعمال دي عشان يبقى ربنا راضي عني عشان أهلي يبقى راضيين عننا فليزم ندي المكان المحبة غير مشروطة ندي الثقة في الشخص ولما الشخص يبقى عنده ثقة ساعتها كله بيتصلح والتفكير الغلط بيتصلح والغلطات بتتصلح لوحدها لما يبقى حد عنده المكان ده ودي النقطة التانية أن احنا كمجتمع برضو يعني للأسف احنا shame based culture يعني لحد ما الخزي والعار الخزي والعار ده الخزي والعار ساعات نتعود أن هو اللي يخلينا نتحرك يعني ممكن المجتمع بتاعنا عادي أن نقارن العيال ابن خالتك نجح الأول أنت ما طلعتش الأول ليه أو الولد يطلع الرابع على الفاصل أنت ليه ما طلعتش الأول ده بيبني إيه؟ فده ده بيبني عدم ثقة وعدم الثقة دي يعني أنا فيه فيلم جيمس بوند وجملة شفتها في الفيلم عجبتني أوي جيمس بوند اللي ما تفرقش على الفيلم راجل بطل وكده يعني بس الست اللي شغلته في الفيلم قالت له أنت تعرف أن اخترتك ليه؟ قال لها ليه؟ قالت له عشان أنت يتيم قالت له أحسن ناس بتشتغل هما اليتامة عشان اليتامة يعيش العمر كله بيحاولوا يثبوتوا نفسهم للعالم فدي خلتني فكر أن إزاي إحنا كمجتمع شرقي بنعمل كده؟ أن أنا بشوف كتير بنقارن العيال بنقول العيال لو ذكروا ما ذكرتش كفاية لو ما طلعتش الأول أنت مش كفاية فممكن عيالكو تبقى نكحة وممكن يبقوا الدكاتر اللي أنتوا عايزين رمون وممكن يبقوا خدام كوار لكن جواهم مهما عملوا يحسوا بعدم صقف نفسهم ويحسوا أنه لازم يثبتوا نفسهم وعشان كده احنا في المجتمع عموما ساعات بسهولة ممكن حد يقولكم لا لا ده غلط فيها يقصد ايه؟ ما عندناش صقف نفسنا ما عندناش مكان ممكن حد يقول حاجة ما بنتهزج بسهولة عشان احنا عارفين احنا مين واحنا أولاد مين فالمهم فيه تفكير يقول ايه لا طيب احنا لو قلنا للولد أو للبنت برافو عليك أو انتوا مهما عملتوا حبنا من فيكم مش هيتغير ممكن لو قلنا الحاجات دي العيل تبوز لكن أنا بقول العكس صحيح زي ما احنا بنقول الإيمان لما يبقى فيه إيمان قوي علاقة قوي مع ربنا كل حاجة وراها بتتبع لو عملتوا كده مع عيالكو ديتهم ثقف نفسهم انتوا مين وانتوا أولاد مين كل حاجة هتتبع داود لما كان راعي وداود لما كان ملك امتوا متغيرتش جوه عيونه كان عارف انه هو ابن الرب كان عنده ثقف نفسه هو ابن مين لما تناسى ولما كبر كان عارف هو مين فدي الحاجة اللي انتوا عايزين تحطوها في عيالكو لو اديتوا لعيالكو ثقف نفسهم انتوا انت ابننا انت مهما عملت انت نجح في عيوننا واحنا فخورين بيك الولد أو البنت هيبقى عندهم ثقف نفسهم ان ينجح وهيلاو نفسهم بينجحوا بسهولة عارف يا جاني ساعات احنا كأباء بندخل واحنا بنربي عيالنا بالباجج اللي عندنا يعني انا تربيت بطريقة كان بيتشخط فيه انا تربيت بطريقة كنت بتضرب انا تربيت بطريقة بيتقال لي دايما كلام سلبي وانت مش ناجح وانت مش فالح وانت وانت من دايما انت مثلا جاي بقى بيه ليه ما تجيبش ايه والمقارنات دي كلها ايود ساي انها جينيريشن كورسز اتربينا بيها وطلعت في البلاد لاين لما ابتدي لقي نفسي بتكلم الكلمات دي هيا لعيالي ساعت اقول ايه ايه ده ده انا بعمل فيهم زي ما ابوي عمل فيه او انا بكلمهم زي ما امي كلمتني اعرف وادرك ان في الحتة دي انت بتعمل حاجة جاية نتيجة جينيريشن كورسز ماشية في العيلة زي ما ابوك ترباك بتتربى زي ما ابو ربا ابوك فبتمشي بتمشي وبتفضل تكبر اول ما تبتدي تحس ان انت بتعمل حاجة مخالفة للكتاب المؤدس ومخالفة للدراسات الحديثة اللي اتعملت دلوقتي ان الكلام يبني ان التشجيع مهم انك تبص على نقطة القوة اللي في ولادك وتبتدي تبرزها فيهم اعرف ان انت بتتحرك نتيجة لعنة من اجيال متورسة انت بتنفذ اللي حصل في الاجيال بتاعتك اوقف على طول وقول اولا اعتذر ربنا سور يا رب انا اتصرفت بطريقة من غير تحكم ياما ناس بتغضب وبتبص تلاقي نفسك بتدرب عيالك او بتكلمهم كلام جامد او انجر بيطلع انجر 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 ايه ده بعين لما تفوق لنفسك ده انا ابويا اصله كان بيعمل كده دي جنريشن كيرس بس ليه حل الحل ايه اوقف رائب نفسك خد بالك اول ما تهدى هتقول ايه ده انا ايه اللي عملته ليه عملت كده اولا اقول له ساعدني يا رب وانا النهاردة بقف بيني وبين كل الاجيال اللي ماضية وبقول ان كل حاجة ابليس حطها عشان يحطم اجيالي اللي فاتت وعايزها تستمر في تحتيم اجيالي انا بقف قدامها وبعلن قوة دم يسوع وانا باختار اختيار ان انا اتبع الحق الكتابي في تربية اولادي ومحبة اولادي ومحبة مراتي واعتذر لربنا وابلاي زبلد في جيزس وروح لولادك وقول لهم انا اسف حققوا علي انا غلط ايه رأيك في الاب والام لما يروحوا يقولوا لولادهم سوري انا غلط اه ودي من اكتر حاجات يعني دي نقطة انا عايز اشجع الناس اللي بتتفرج ممكن الناس بتفرج دلاتي اللي احنا عكنا الدنيا يعني تحسنا مش مشكلة فانا عايز اشجعهم ان it's never too late في حاجات ممكن تتعامل تعمل فرق كبير حتى لو عيالكو ممكن يكونوا خمس سنين او اولادكو دلوقتي تلاتين سنة في حاجات ممكن تعملها دلوقتي تعمل فرق كبير ومنها كوة الاعتذار كمجتمع ممكن صعبا ان اب او ابن او ام يقولوا للطفل سوري لكن لو رح تقولت سوري انا غلطت في دي دي ممكن تعمل فرق والكتاب واضح فيه في الكتاب يتكلم على لعنات جيلية فاشجع الاهالي ابو ام مع بعض يبقوا يتناقش مع بعض ايه اللي ممكن تكون من عائلتك او ايه اللي ممكن تكون من عائلتي حاجات غلط جبناها او هنجيبها في البيت سواء متجوزين جداد او سواء بالكو ثلاثين سنة متجوزين ايه الحاجات اللي احنا مفروض ربنا يستعملنا ان احنا نكسرها في لعنات جيلية ممكن يكون مثلا ان القب مش موجود في البيت والجد ما كانش موجود في البيت والحاجات دي طب نعمل ايه مختلف وازاي نعتزل لعيالنا ونحل المشكلة في دلوقتي او ممكن يكون ان احنا بنتنرفس بسهولة او ان احنا بنحسس العيال بعدم امان جوه البيت فدي الحاجات اللي انا شجع الاهالي كزوج وزوج ايه ويتكلموا كأساس البيت ويشوفوا ايه الحاجات اللي احنا عايزين نكسرها بحيث ان عيالنا ما تورسش نفس الحاجة وقدم ربنا زي ما قلت نعلن ونقف وتبقى حاجات ربنا تكسرها لعنات وتبقى ببركات فدي نقطة يعني اشجع الاهل ان الاهل يعملوها مع بعض الكلام ده كمان النهار ده عندنا علم بيه يمكن ايام جيلنا احنا وايام جيل ابقنا ما كانش عندنا العلم ده ما كانش عندنا الفهم ده لكن النهار ده احنا عندنا الفهم ده النهار ده كل واحد فيكم بيربي طفل او بيربي شاب او عنده اولاد بص لابنك وبص لبنتك انت هتغير العالم انت ربنا يوم ما قال ان انت هتتولد ربنا حاطت ليك خطة والخطة دي هتحصل وانا وراك عشان الخطة دي تحصل انا ورا خطة ربنا في حياتك بكل محبة وبكل تشجيع وهشاركت كل الخبرات اللي عندي الحاجات اللي أنا غلطت فيها والحاجات اللي عملتها غلط والحاجات اللي أهلي عملوها فيها غلط وأنا مش بتكلم بمرارة دي نقطة مهمة جدا يعني ممكن أب يكون بابا كان بيدربه ومبهدله وشايل عدم الغفران لأبوه أمه ويبتدي يكلم بمرارة على أبوه أمه قدام أولاده ده بينقل لعنة المرارة عند أولادك وهيفتكرولك زي ما أنت فاكر لأبوك ده أبويا عمل فيها كذا لكن أعلن أنت عايز تتصالح وتسامح حتى أبوك أو أمك اللي ماتوا ممكن تكون ماما وبابا ماتوا لكن أنا الغاية دلوقتي شايد رسامحهم اللي عملوه فيها وتبص تلاقي نفسك أوتوماتك ليه اللي عملوه فيك بتعمله في عيالك تعالوا نقف النهاردة وقفة جدية أمام كل لعنة اتنقلت لنا من أجيالنا ونعلن أننا دي حاجة إبليس اللي صنعها وزرعها أبويا وأمي كانوا ضحية ووقعوا تحتها لكن النهاردة الله علمني طريقة جديدة أن أنا أعرف أفكاره يمكن بابا وماما ما جالهمش الإعلاندة لكن أنتي وأنت النهاردة جالكم الإعلاندة نعرف فين أفكار إبليس ناحيتنا ونقدر نقومها ونقف قدامها بسلطان اسم يسوع المسيح وبقوة دم يسوع المسيح يا جماعة الكلام ده حقيقة إحنا مش بنتكلم كلامه خلاص أنا بكلمكم على حاجات حصلت في حياتي وحصلت مع أولادي I'm not the perfect mom Your mom and your dad are perfect parents Good but not perfect Good but not perfect أنا أقول على نفسي ما كنتش الأم المثالية ما كانش فيكتور الأب المثالي لكن اللي تعلمناه أننا نروح نعتذر العيال وده كان بيشفيهم ده كان بيشفيهم وكان بيساعدهم ونيجي نعتذر لربنا على طول يا رب سمحني أنا اتصرفت بطريقة غلط الحكاية دي كنت متربية عليها وكنت فاكرة أنها صح لكن طلعت غلط أقولك على حاجة فني بابايا دايما كان يقولي إيه لما كان حد يعطس كان يقول إيه بعزاقة التبن عمري ما فكرت فيها يعني إيه بعزاقة التبن فكلمة كنت بتتقال على طول كنت بقولها زي ما بسمعها من بابا طل عمر ويقولها وبعدين في مرة رحت إنترفيو فالراجل اللي بيعمل الإنترفيو رح عطس فروحت وقلت له بعزاقة التبن الراجل طردني فلما خرجته طردني قلت له طردني ليه وأنا عملت إيه فبحكي لهم في البيت بقول لهم ده حصل كذا الراجل طردني عشان أنا قلت بعزاقة التبن فرح بابا قال لي أنت بش عارفة يعني إيه بعزاقة التبن يعني أنت حمار أنا بقول شعير حاجات بتتوارس فينا وبنقولها زي ما تعودنا عليها وممكن أنها تهدم مستقبلنا أو في حاجة شاركتي معايا قصة عجبتني أوي كنت بتقولي وأنت صغيرة يعني مامتك كانت بتقولك أعودي قدام مريا واتكلمي كانك بتكلمي ملايين زبط ودي كانها حاجة تنبؤية ممكن تكون هي ما كانتش عارفة بس كانت بتشجعك أنت تتكلمي قدام مريا كانت بتكلمي ملايين وربنا أدلت في استعمالك أنت بتكلمي ناس كتيرة فدي إدتك ثقة في نفسك أن أنت تقدري أن أنت تتكلمي وصد الناس وقلت لي أنت كاميرا يعني أغلب الناس لو كاميرا أول مرة تاني مرة يخافوا من الكاميرا لكن أنت قلت أنت ما بتخافيش من الكاميرا فدي ليه صورس أن الأهل تدوك ثقة وما كان الثقة وما كان من الثقة في نفسك هي لديتك قوة أن ربنا يسعملك بدل ما إيه ممكن أهل تاني يقولوا إيه أعمل كذا إيه ما تفشل كمل كذا إيه ما هتفشل لو أنت عايز تبقى على التلفزيون أو في الخدمة لازم تعمل كذا فممكن فعلا ينجحوا زيك بس الفرق أن هيبقى فيه خوف الفرق هيبقى فيه بيحاول يزبطوا نفسهم حاجة من حاجات اللي عملت معي فرق وأنا صغير وأنا صغير لو ماحتاج فلوس عايز أشتري حاجة صغيرة كنت أروح للبابا وقول لنا ماحتاج فلوس يقول لي الدرج أهو أي وقت ماحتاج فلوس فتح الدرج واخد اللي أنت عايزه فصغير لو ما حصلت الحكاية دي كان عندي ثقة أننا لو ماحتاج أي حاجة أنا عندي أب قدر أفتح الدرج واخد اللي أنا عايزه فعمري ما في حياتي فكرت أن أنا أسرق عمري ما في حياتي بصيت على حقيقة وكان نفسي ان انا اخد حاجة غالية جديدة عشان اش معنا هو وانا لأ عشان كان عندي سوق ان انا في البيت لو انا عايز حاجة اللي احتياج موجود فالنقطة اللي احنا نتكلم فيها ان خلوا ادوا لعيالكو سوقف نفسه سوقف صوتهم سوقف امكانياتهم سوقف مواهبهم وساعتها عيبقى النجاح بينشأ من مكان قوة مش من مكان دعوة يعني انا بعمل الحاجة مش عشان اخد كبول من بابا وماما لا انا بتصرف من مكان كبول انا بابا وماما قابليني وحبيني وبيحبوني محبة غير مشروطة عشان كده انا بعمل الحاجات اللي انا بعملها انت قلتلي كلمة فرقت معي قوي قلتلي ساعات حتى الاب والام يبصوا لولادهم وابن عنيد مثلا ويبدأ انت عنيد وعايزين يكسروا حتة العند اللي فيه لكن ممكن حتة العند دي هما تأدجست بحيث تبقى نقطة قوة في الولد احكيني الحكاية اللي انت حكيتها لي اه ودي نقطة من النقطة اللي انا عايز اشجع الاهالي انه فيه نوعين من فيه نفس علمك لفترة طويلة انه يؤمنه ان الطفل بيتولد زي صفحة بيضة فاضية والحاجات اللي حواليه هي اللي بتكون الشخص ده وفيه تفكير تاني يقول اللي هي يعني احنا مولودين بشخصيات ولا هي الظروف اللي حوالينا بتأسسنا وده تفكيرين مختلفين فيه تفكير تاني يقول لأ انت مولود بشخصية معينة هو طبعا ميكس من الاتنين بس انا اؤمن ان الطفل ما بيبقاش مولود صفحة بيضة ان الطفل بيبقى مولود بشخصية معينة والدليل ان احنا نشوف في الكتاب مقدس كتير لما طفل يتولد الاهل يسموه اسم ويبقى ليه شخصية ان اسحاق كان مولود بيتحك ان يعقوب كان مولود يعني ماسك من قبل ما يتولد فالفكرة ان ربنا ادينا كل واحد فينا صفات مختلفة ودور الاهل ان لازم تدرسوا الحاجات دي وتعرفوا ايه الضعفات و ايه الكوات وساعات حاجة ممكن يبقى شكلها ضعف بس هي كوة لكن لو انتوا موجودين وفاهمين شخصية عيالكم ودرسانها ساعات هتقدروا تشوفوا الحاجة دي وتخلوها تبقى كوة بدل ضعف فالمثلا انا كنت بقولهولك ان انا اخويا هارفي كان عنيد كان صغير بس كان عنيد وكان زعيم يعني كان كله يتبعه كده وعنيد وانا هامل انا عايزه فممكن مجتمع شر ينقول ايه لا دي حاجة وحشة فيه لازم ندخلص منها بالتفكير ان دي حاجة طلع فيه غلط او ممكن نقول لا دي يمكن ربنا حط فيه فكرة العند علشان ربنا عايز يستعملها لحاجة كويسة فممكن كمجتمع شر ينبقى مش فاهمين فنحاول نهدم فيه فكرة العند دي لكن انا شفت فيه صفة زي يعقوب يعني يعقوب كان بيحارب مش عايز يسيب ربنا غير لما ربنا يباركو يعني كان فيه روح يعني شخصية عنيدة شوية وربنا استعملها ان باركو باركة كبيرة وبقى اسمه اسرائيل فهارفي كان مثلا عنيدة هو صغير لكن هارفي عنده ده لما كبر وكان عايز يخش طب وكان فيه حاجات كتيرة صعبة ودروس صعبة وانه هو عشان ياخد الشهادة ويقدر يخش طب كانت صعبة انا لو كنت ما كنت ما كنتش اقدر لكن هو عشان فيه الشخصية اللي عندي دي ربنا استعملها ان لا انا ده لانا عايزه هكمل وهقدم لغاية لما اخوش ودروقتي يا اخويا اخر سنة ليه طب اسنين فالفكرة ان مهم ان انتو تعرفوا زي ما احنا شايفين في الكتاب مقدس واولاد كتيرة ما يتولدوا ويبقوا ليهم شخصية ان انتو تسألوا ربنا من سنة صغير ايه الصفات اللي في عياننا وازاي نستعملها مش نهدم فيهم حاجة عشان شايفينها وحشة بس نشوف دي ايه ونشوف ازاي نقويها فمهم ان انتو تعرفوا دي ان اولادكم ممكن عن يعني انا و هارفي مولودين في نفس البيت لكن شخصياتنا مختلفة جدا من الرغم ان احنا عدينا بنفس الظروف بالزبط والفرق بيننا سنة ونص بالزبط فمفروض نبقى احنا وساعات توائم يبقوا مولودين في نفس البيت لكن الشخصيات مختلفة فعشان كده انا اقمن ان ربنا بيخلق كل واحد بشخصيات مختلفة وكاهل دوركن انتو مش تعملوا قانون على الكل وانت عنيد هنقفله وانت حساس هنقويك لا انتو تشوفوا ايه الحاجات ايه الصفات دي وزن قوي وكل طفل مختلف عن التاني وربنا خلقنا بالطريقة دي فدي نقطة مهمة وحاجة كصة عجبتني قوي ان عملوا بحث عن الرجالة اللي في السجون ولقوا حسب البحث ان اصغر نسبة رجالة بيخشوا السجون هم اليهود اصغر نسبة يلاقوا فيها رجال يخش السجن يبقى يهودي فعملوا بحث عشان يشوفوا ليه النسبة صغيرة جدا لقوا على حسب البحث ان اغلب الرجالة اليهود في المجتمع المجتمع اللي بيجوروا فيه بالطوراء بالعهد القديم ان لقوا ان الرجالة دول منهم اطفال الاب بيحط ايه دو على عياله ويبركهم دي حاجة دي حاجة في العوايد اليهودية انه ما يخرجوش الولاد الصبح غير لما الاب والام يحطوا ايديهم على الولاد ويبركوهم وهم خارجين اه ودي في العهد القديم نشوفه كتير وكمان ايه في العهد القديم بارد منشوف ان يسموا عيالهم ويتكلموا عن مستقبلهم ان انت ابني اللي هتعمل كذا او انت ابني هتبقى كذا او قوتك هتبقى كذا مش بيقوله هتبقى دكتور بس هتبقى مثلا عظيم او هتبقى قائد في المجتمع الاب من العيال الاول ما يتولدوا يقولوا بركات فوق عيالهم ويقولوا يتنبقوا على عيالهم ولما لقوا ان العيال لما تتربى في الجو ده الطفل بيبقى ان هو صغير بيصدق انا هبقى قوة او انا هبقى صوت جامد او انا هبقى ناجح في اللي انا بعمله ولما الطفل يكبر كراجل كده ما يعملش جرائم او نسبة الجرائم بتقلي جدا عشان ليه هو عارف هو مين الادنتيزي بتاعته سابتة بالضبط بالضبط فقوتكو ان انتو تدرسوا زي اسم ابنكو ايه او اسم ابنتكو ايه ربنا مسميهم ايه يعني ايه الشخصية اللي طلعين بيها وازاي تقوى الحاجات القوية اللي فيهم وازاي تقوى الضعفات اللي فيهم وازاي تديرهم ثقاف نفسهم وتقولوا اسمهم وتنبقوا لهم من سن صغير عشان يبقوا نكحين انت عارف القصة اللي انت بتقولها دول على او الاحصائيات اللي درست على اليهود عارف مين مارك اللي هو عمل الفيسبوك ده يهودي وابوه كان دايما هو امه يتكلمه على الولد ده بالبركة الولد ده من سن 18 سنة غير العالم احنا بنكلم على اجيال بتغير العالم تعالوا نشوف الكليب ده بتاع مارك اللي بالفيسبوك الفكرة بتاعته اللي النهاردة كل العالم حوالين الفيسبوك كبير وصغير تعالوا نشوف الكليب ده ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة الى اصغر ملياردير في العالم ومؤسسي ورئيس موقع فيسبوك الواسع الانتشار على شبكة الانترنت ولد زوكربيرغ في نيويورك الولايات المتحدة في الرابع عشر من ايار عام اربعة وثمانين لاسرة يهودية دخل عالم الكمبيوتر عندما كان في سنوات عمره الاولى فكان يبدي شغفا كبيرا باجهزة الحاسوب وضع والديه المادي ساعده على اقتناء اول كمبيوتر شخصي وهو في العشرة من عمره وتعلم بنفسه كيفية البرمجة وربما هذا ما الصق به صفة الانزواء والبعد عن الحياة الاجتماعية التي رفقته الى الثانوية والجامعة فعندما دخل المدرسة الثانوية كان يكتب برامج كمبيوتر خاصة به مثل النسخة من لعبة ريسك قبل تخرجه من الثانوية طور مارك وزميله ادم نانجلو برنامجا يعمل كميزة اضافية للأم بي ثري المشهور باسم وينامب وبعد نشرهما للبرنامج مجانا على الانترنت اثار اهتمام كبرى الشركات مثل مايكروسوفت وامريكا اونلاين لكن الصديقين قرر متابعة الدراسة فانضم زوكربرغ الى جامعة هارفورد في عام الفين واثنين وهنا بدأت قصة الفيسبوك والدافع عدم توفير جامعة هارفورد لاسماء الطلبة وصورهم في دليل اساسي متعارف عليه لدى جامعات اخرى باسم كتاب وجوه الطلبة او فيسبوك وفي المقابل اراد زوكربرغ انشاء نسخة الالكترونية من هذه المعلومات لكن الجامعة اصرت على مقولة ان اسبابا كثيرة تحول دون جمع تلك المعلومات وليثبت العكس اخترق زوكربرغ في احدى لايالي بداية السنة الدراسية الثانية سجلات الطلبة الالكترونية في الجامعة وانشأ موقعا بسيطا اطلق عليه اسم فيسماتش يعمل على مقارنة صور الطلبة بصور الزائرين لتحديد ايهم اكثر جاذبية شكلا وخلال اربع ساعات فقط تقدم للموقع اربعمائة وخمسون زائرا وشهدت اثنان وعشرون الف صورة وعندما اكتشف امره قطعت جامعة هارفرد وصلة الانترنت عن زوكربرغ وفي اثناء التحقيق معه ابدى مسؤول الجامعة دهشتهم من قدرته الخارقة على جمع المعلومات وتصنيفها الكترونيا وعلى اختراق الشبكات في النهاية عمد زوكربرغ الى مراوغة الادارة فانشأ نموذجا لكتاب الوجوه اي الفيسبوك وطلب من زملائه ادخال بياناتهم بانفسهم في الرابع من شباط فبراير عام 2004 وكان مارك في العشرين من عمره اطلق موقع thefacebook.com كما سمي اصلا واشترك فيه نصف طلاب جامعة هارفرد خلال اسبوعين ثم وصل عددهم الى ثلثين فتحول زوكربرغ المنزوي في غرفته الى فتى الجامعة المراقب اذ كان الطلبة يمرون باستمرار من امام غرفته لمعرفة تحركاته توسعت نشاطات مارك الى خارج هارفرد فوصل عدد المشتركين في الموقع الى ثلاثين جامعة بعد انتشاره ترك زوكربرغ الجامعة نهائيا للتفرغ للموقع الالكتروني بعد استثمارات عدة في thefacebook جاء اكبر العروض لمارك زوكربرغ من شركة مايكروسوفت التي عرضت عليه بيع الموقع في مقابل مليار دولار فرفض الشاب العشريني هذا العرض الضخم ونشر الخبر في الصحافة بعنوان the kid who turned down one billion dollar اي الفتى الذي رفض مليار دولار وسرعان ما استثمرت مايكروسوفت مبلغ ربع مليار دولار في مقابل 1.6% من شركة زوكربرغ ما يرفع من قيمة موقعه التقديرية الى 40 مليار دولار منذ فترة قصيرة وبعد حصوله على المركز الخامس والثلاثين بين اقوى اثرياء امريكا قرر مارك اصغر مليار ديرن ان يتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لصالح المدارس في مدينة نيواراك في ولاية نيوجيرسي الامريكية ومنذ نحو اسبوعين تم افتتاح فيلمين يروي قصة حياته ويحمل اسم the social network وهو يتصدر قمة ارادات شباك التذاكر الامريكية للاسبوع الثاني على التوالي باجمالي ارادات بلغ 64 مليون دولار وعلى الرغم من غناه الفاحش ما زال مارك زوكربيرج يلبسوا ثيابه التقليدية ويعملوا حافية القدمين اميزيج الولد ده 18 سنة واغنى واحد في العالم وبيعمل اعمال خيرية ولد متبارك وانا عايز اقول نقطة عن الولد ده ان مارك زوكربيرج مش مؤمن لكن رغم ان هو مش مؤمن بس عشان تربى في بيت ممكن البيت يكون الاهل بيبركوا او زي ما احنا قلنا المجتمع اليهودي يبقى الاهل بيبركوا قد ايه دي ممكن تكون عملت فرق فيه ان تديه ثقة بنفس ان يقول لأ المليار ان انا لأ هقدر اعمل اكتر من كده في النقطة ان احنا كمان كمؤمنين عندنا نروح الكدس فلو احنا ربنا عيننا بالثقة في نفسها في المكان ده يبقى ازاي يعني احنا هنقدر نبني ايه الاقوى بكتير كمان من مارك لو استعملنا القانون ده قانون روحي بالزبط يعني فيه قوانين طبيعية وقوانين روحية بتتطبق على المؤمن وعلى غير المؤمن لو انت باركت ولادك وانت مش مسيحي ولادك هيتبركه ده قانون لو انت رميت حاجة من الدور التاني هتقع لو انت رميت نفسك هتكسر الجاذبية الارضية فيه جاذبية روحية اه وحاجة برضو لما كنا نتكلم عن المجتمع اليهودي حاجة برضو لذيذة عنهم ان فيه تقاليد بتاعتهم ان لما ولد يبقى سنة 13 سنة 13-14 سنة فيه حاجة اسمها بارميزفا بارميزفا ده احتفال بيبقى الولد لما يبقى عنده 13-14 سنة الاب يجمع كل عمامه كل خلانه وكل الرجالة اللي حواليه ويعمله احتفال ان انت دلوقتي يتبقى راجل معنا انت خلاص من طفل الراجل ويعمله احتفال ان احنا بنحتفل ان الابن طفل بقى راجل وقد ايه حسب الابحاث بتبين انما طفل يبقى حواليه اهله الرجالة اللي حواليه ويدوله ثقة ان انت بقيت راجل وانت بقيت واحد مننا دي بتأثر عليه بطريقة ايجابية جدا ان بيبقى عنده ثقة في نفسه ان انا خلاص بقيت راجل وان انا معايهم وان انا هنجز وهنجح وبردو يعني قريب حد سمعتو كان بيتكلم بيقول واحد اسيس بيعمل في صوت شفاء ونفسه كده فبيقول انا لما بنتي كملت 13 سنة وبقت انسة قال اول حاجة عملتها اخدتها مطعم واحتفلت بيها بده ما تبقى محرجة انها بقت من بنت الانسة بقى عندها ثقة في نفسها ان انت بنته جميلة ودي حاجة جميلة لكن احنا ساعات في مجتمعنا الشرقي لأ لما الولد يعدي 13 سنة نبتدي بقى نحط عليه ضغوط ايه السنوية العامة ولو سقط ويبقى بدل ما يبقى الرجولة بقت حمل بدل بركة بدل بالزبط فدي من اهم حاجات ان شجعوا خاصة في السن ده ان تدوا ثقة في الامنة او البنت يعني انا اؤمن ان الام في البيت دورها ممكن يكون الحنان الاب الامان الاب يكون حصن الام تكون حضن ايه ده ايه كلامي المصري كبير ايه ده جامو من ان ده فالولد او البنت محتاجين ان يبقى عارفين ان فيما كان حضن وفيما كان حصن في البيت الراجل اللي انا كنت بتكلم عنه اللي هو بيعمل شفاء داخلي وكده كان اسيس بيتكلم بيقول ان ان كل بنت في البيت لو اللي محتاجينه من دور الاب حتى الزوجة اللي محتاجة من الاب ان الاب او الراجل اللي في البيت يدي لكل بنت سواء مراته او بناته ثقف جمالهم ان هما ما مكنوا دولة جمال لو بنت عندها ثقف جمالها مش هتتجوز اي حد لو بنت عندها ثقف جمالها هتعرف هي بنت مين والقل لأي ولد في البيت الاب محتاج ان يقول للولد ده يديله ثقف قوته ان انت في يوم الايام هتبقى زيه عشان كده اللي احتفال البرميس اللي انا بقول اللي بيعملوه ده بيعمل فرق كبير وعشان كده بقول رغم ان الناس دي يعني يهون مش مؤمنين ما فهمش روحه الكدس لكن لغاية دلوقتي انجح ناس في العالم وانجح بيزنس هم طب لقي احنا كمسيحيين مؤمنين ما نلعبش الدور ده مع عيالنا عشان نديهم الثقف نفسهم عشان يبقوا نور في الميديا يبقوا نور في السياسة يبقوا نور في التعليم يبقوا نور في الكنيس فاشجعكم ادوا السقف دي عشان عيالكم تبقى قوة امين باسم يسوع على فكرة اتكلموا وطلبوا ازاي تتكلموا لأولادكم او تصلوا لأولادكم فانفلت جميلة ازاي تتكلموا لأولادكم وازاي تصلوا لأولادكم بالكلام الكتابي علشان ولادكم يحصلوا على البركة اللي ازاي ما قلنا ان ده قانون روحي ده قانون روحي هتتكلم كلام إيجابي على أولادك هيتلعوا إيجابيين وهيتلعوا نجحين هتتكلم سلبي على أولادك هيتلعوا فشلين تختار إيه النهاردة؟ كأم تختار إيه؟ كأب تختار إيه؟ اطلبوا البامفلت دي وهنبعتها لكم بالإيميل أو بالبوستة أحب ألفة نظرك أو أتعلم منك حاجة يا جاني يعني أنت كنت بتحكي على الصداقة بين الأب والأم والعيال ادي لي أمثلة للصداقة يعني توصودي أمثلة معينة أمثلة إزاي أن أنا صاحب ابني أو بنتي؟ حاجة من الحاجات اللي تعرفوها يعني مهم أن الأهالي تعرفها زي ما احنا بنتكلم أن كل واحد مولود بيبقى مولود بشخصية مختلفة أن فيه خمس لغات حب وأكيد الناس اللي بتتفرج ممكن تكون سمعت عنها بس خمس لغات الحب اللي كل إنسان محتاجها هي اللمس هي الكلام التشجيعي هي الهدية أو العطية ممكن تكون فلوس ممكن تكون أكل ممكن تكون هدية هدية السيرفز السيرفز الخدمة ها هوصلك كذا هجيبك كذا هوديك هعملك وممكن تكون الوقت مع الشخص دي الخمس حاجات وكلنا كبين يادمين محتاجين اللغات دي كلها كلنا محتاجينها لكن بتفرق من شخص لشخص يعني أنا مثلا أخويا ممكن أقعد أقول له أنا بحبك ومش بتفرق معاك يعني هيقول لي شكرا وهتفرق معاك أكيد بس مش بتفرق فرق كبير لكن أخويا ممكن أعمله خدمة تفرق معاك قوي يحس بيها فمهم حاجة من الحاجات المهمة لما يبقى في صداقة أبا أنا عايز أعرف الشخص اللي قدامي إيه الحاجة اللي بتلمسه هل هي الخدمة هل هي الكلام التشجيعي والحاجة دي أركز عليها فمهم أن أنتو تعرفوا معيالكو إيه الحاجات اللي بتفرق معاهم عشان للأسف برضو مجتمعنا ساعات بنبقى مركزين خاصة دور الأب بيبقى مركز أن هو نقطة واحدة من الخمسة هي الهدية أو العطية دور الأب أن يدي فلوس ويدي أكل ويدي لبس فيبقى الأربعة تانين نقصين وساعات الطفل ممكن يبقى مولود مش عايز خلاص أنا مش عايز فلوس مش عايز أكل حاس أنت بتشتريني مثلا يعني أنت بتشتريني لأ أنا عايز حد يقضي معي وقت أنا عايز تشجعني بكلامك فمهم عشان يبقى في صداقة أن أنتو زي ما قلت النقطة اللي قبل كده أنتو تعرفوا إيه الحاجات اللي بتفرق معيالكو وتديهم الحاجات دي عشان يبقى عندهم الثقة في نفسهم إرأك في اللعب أنا عندي اختبار يعني لما كنت صغيرك كانت دايماً ماما تلعب معايا والوقت الجميل قوي إن احنا نلعب باستغمية وكان عندي جوز خالة اسمه إدوار الببلاوي الراجل ده كان راجل عظيم النهاردة هو يمكن عمره 92 سنة لما كنا نروح عند أنكل إدوار ده في البيت كنا نلعب معاه لعبة كان يوطي على الأرض ويشلنا على دهره ويقعد يجري بينا في البيت حتى وإحنا مش ولاده إحنا كنا غرب لكن أنكل إدوار كان يعمل معنا كده وبعدين يقعد يحكي لنا في الحكايات يهزر معنا ويدحك معنا وبعدين يجي ويقول لنا طب تعالوا بقى نشوف حكاية من كتاب المؤدس النهاردة تفتكر الحكاية من كتاب المؤدس والأبليكيشن بتاعتها على أطفال لعب معاهم وحبهم ودحك معاهم تدخل القلب إزاي وتبقى بزور جيدة إزاي اتعلمت من أنكل إدوار إزاي تدحك مع عيالك ومع عيال الغرب كمان يعني احنا بالنسبة له كنا ولاد مرات أخوه لا سوري يعني ماما وتنطلوسي كان أخوات احنا ولاد الأخت ده مش الميديات فاميلي بالنسبة له لكن كان مليان حب كان مليان دحك خلنا نحبه وصداقة بيننا وبينه أنكل إدوار لما كان يبقى عندنا أي مشكلة أول واحد نفكر نروح له كان مين ودي نقطة سمعتها قبل كده من أقوى نقطة للقيادة أن أنت تنزل لمستوى الشخص ده اللي قدامك وتحسسه أن أنت على مستواه وسعيتها الشخص ده يبقى عايز يسمعك فزي ما أنكل إدوارد زي ما بتقولي كان ينزل ويلعب معاك فحسسك بدور الصداقة دي فلما يجي يتكلمك على الكتاب تبقى عايز تسمعيه عشان يوصل لمستواك يعني يقولك في عيال كتيرة الأطفال صغيرة في المولات ممكن تتبقى خايفة يقولك لما يبقى طفل قصير وفي المولات ويبقى فيه شنط وناس بتمشي بيخافه يقولك أكتر حاجة تعمليها دي حاجة سايكولوجية إن لو الأب أو الأم نزلوا مستواهم نزلوا كده تحت وكلموهم عين فعليك نفس المستواة بتطمن الطفل عشان يحس إنه مجرحة كبيرة ويقوله أنت هتبقى كويس بس حد بينزل لمستواه ولما بتعمل كده دي بتكون صداقة زي ما أنت بتقولي لأونكل إدوارد حاجة من الحاجات يعني أعرف واحدة كلما تاكل حاجة فيها عايش أو دقيق كانت تتعب وتعيا وكانوا خايفين عليها وقالوا احتمالي يكون كينسر وكانت صغيرة وكانوا خايفين عليها قوي عملت ريسيرش وبصوا وراحت للدكتور وبجاء اكتشفوا إنه مش كينسر ولا حاجة بس اكتشفوا إنه هي عندها حساسية جامدة من الدية ما تقدرش تكل أي دية فالبنة طلعت كانت متضايقة جدا وكانت بتطاعت باباها كان متطمن الحمد لله مش كينسر كانت أقلع عليها فبتطاعت قال لها ما تقلقيش ما فيش حاجة احنا كده طمن عليك ولا مش كينسر فيها ايه اشكري ربنا إنه ما كانش كينسر واحنا المجتمع الشري بنعمل كده كتير إنت ما عندكش مشايكل اشكر ربنا إنه ما عندكش مشكلة أوحش من الجنبك اشكر ربنا ونقول كده ونحس إنه احنا كده بنشجع شخص لكن بنت بسيط له وقالت له يا بابا أنا محتاجة حد رغم إنه أقوى مش كينسر وأشكر ربنا إنه مش كينسر بس محتاجة حد دينزل المستوية ويطبطب علي ويقول لي معلش أنا عارف إن انتي يعني دي حاجة دائك انت مش بتقدري تاكل حاجة بدقيق معلش أنا حاسس بيكي وقال دي ربنا بيعمل معنا كده إنهنا مش بيصغر مشاكلنا إنت مشاكلك صغيرة لكن بينزل المستوانة ويكلمنا المستوانة فدي حاجة مهمة برضو المجتمع الشرقي لحد ما ممكن تكون مش موجودة فيه إنهنا نصغر مشاكل إنت مشاكلك صغيرة إيه يعني لو مش عارفة إيه يعني إنت لما تكبر هشوف مشاكل أكتر بكتير أو الأهالي تقول لعيالها لما هتكبر هتفهم أو أنت مش فاهم دلوقتي وانت صغر المشاكل لكن ربنا مش بيعمل معنا كده بينزل لمستوانة ولما الناس تنزل لمستوى زي أونكل إدوارد بينزل لمستوى يبقى فيه صداقة ويبقى فيه إنهنا عارفين إنه مهما مشاكلنا صغيرة عندي ربنا دي مشاكل ربنا حسس بيها ومش بيستصغرها ودي حاجة مهمة إن الطفل يبقى بيكبر عارف إن حتى الحاجات الصغيرة ربنا بيهتم بيها مش بيصغرها ويقول إيه أنت ما عندكش مشاكل لا بيهتم الخوف الصغير اللي عندك ده عدم الإيمان الصغير ده أنا عارفه وأنا حسس بيك وما تخافش أنا معيك أنا مسك في إيديك قد إيه جميلة قد إيه بيوتيفل عارف يعني إحنا اتنقلنا بين نقط المهمة إن أنا كأم وأب أبتدي ألاحظ مواهب عيالي فين إيه الباشن اللي عندهم إيه الحاجة اللي بتحركهم ما نساش أبدا في مرة أنا كنت بشتغل في الريل ستيت وكنت بعمل مانجمينت لشقة لعمارة واحدة جات لي بالليل متأخرة وقالت لي أنا لازم أشيق أسيب الشقة أنا وعيالي وجات هي والثلاث أطفال بتوحة لما جات هي والثلاث أطفال بتوعها قالت أنا هسيب البيت قلت لها تبع تروحي فين قالت لي أنا هبقى هوملس جاكي كانت نايمة في القوضة سمعت البنات الصغيرة بتعيت ومامتهم بتقول هتبقى هوملس والأم هي بتقول هوملس هي كانت تقريبا عمرها سبعة تمان سنين فرحت نطت من القوضة بتاعتها ورحت قالت مام مام هم هيناموا في قطي هم مش هيناموا في الشارع أبدا هم هيناموا في قطي ابتدت أفهم أن البنت دي عندها قلب رحمة وأحشاء رحمة وابتدت أشجعها على أنها تاخد الرحمة دي لأنظر ليفل وده نقطة مهمة جدا وربنا بيستعملها دلوقتي الحاجة الكبيرة أكبر بكتير عشان أنت لحظت دي وشجعتها من سن صغير بالزبط فيه واحدة هنشوفها بعد الفاصل ده أمه وقاب لحظوا جفت عند بنتهم تشبه قوي أو يمكن أكبر بكتير من اللي أنا لاحظتوا في شاكي تفل صغيرة اسمها أنا داود هتيجي وتعالوا نسمع حكايتها وإزاي وهي عمرها 11 سنة أنا داود بتغير العالم تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع لقال مدود اشتركوا في القناة نشفكاة لكن تتين منها الأنهار نرجع لقلبي ونشترك في نها يا يسوع القلبي ينبع بالتزار يا يسوع مدك على القلوب يعود بعد حياة تشترك منون للفدور يبني للقلبي اللي حبتك السنور يا يسوع نبنك على القلوب تسوك مش عايزي من خطي خطوة غير وراء مش عايزي نعبد أي داتي وراء مش عايزي من خطوة غير 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 وراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة وبالإيمان صلاتنا هتغير التاريخ تعالى يا رب مطلبات ونصرخ كل دقيقة شب السماء ونزل إلينا في قردنا ونحاولينا ونكلم تاريخ شعبنا يا رفا في السماء ونزل إلينا في قردنا من حاولينا ونكلم تاريخ شعبنا يا رفا وموتاك تيجي وتشفينا بيطلب اللي في قلبك في بلدنا تتمي ماشي تاك وللي يمت عشانهم مسكو في قلبنا حماك بيطلب اللي في قلبك في بلدنا تتمي ماشي تاك وللي يمت عشانهم تسقف قلبنا حبك وكلنا أحشاءك تبقى إديك الممدودة تصنع قلق وعجانيك والكل يعرف اسمك شب السماء ونزل إلينا في قردنا من حوالينا ولكلمتاك ولكلمتاك شعبنا يعرف شب السماء شب السماء ونزل إلينا في أرضنا من حوالينا من حوالينا ولكلمتاك شعبنا يا رفا ونزل إلينا تيجي وطي شب السماء تيجي وطي شب السماء تيجي وطي شب السماء مثل تاني من الأمثلة اللي غيرت العالم آخر ترنيمة شفناها كانت بترنمها لولو سمير لولو أنا فاكرة لما جات أول ما جات أمريكا هي ليدر ومرنمة ومشهورة ومعروفة لكن ابتدت تفكر بطريقة مختلفة ابتدت تفكر في الولاد والشباب الصغير اللي موجود في كل الكنيسة العربية هنا اللي بيقدروا يلعبوا موسيقى واللي بيقدروا يرنموا وابتدت تلموهم وابتدت تشجعهم ولما شجعتهم ابتدت تعمل فريق وطلعت بيهم وخدتهم لخطوة أكبر والنهاردة فريق الوعد بيغزوا العالم وربنا بيستخدمه لأن كان فيه ليدر شافت مواهب وابتدت تنكاريج ربنا يبركك يا لولو حكيت لكم قبل ما نطلع الفاصل عن أنا داود أنا داود تفلى صغيرة عمرها 11 سنة لكن عندها موهبة الرحمة والتفكير إزاي تحل مشاكل الغير أنا داود هنقابلها دلوقتي وهنعرف حكايتها هاي أنا هاي أنت مصرية؟ نعم أبتدت تنكاريج أبتدت تنكاريج لكنني أبتدت هنا باباهم ومتتت ولدوا في مصر لكنها تولدت هنا بتكلمي عربي؟ لا تتكلمي عربي طب قولي كلمتين كده قولي لأفري بدي ازيكم ازيكم قولي أنا اسمي إيه وسني كم سنة؟ أنا اسمي أنا وعندي هداشر سنة شوفوا بتكلم عربي دي نقطة مهمة جدا نحن نخلي الأجيال بتاعتنا تتكلم عربي وتعرف عربي تفهم وتتكلم أنا أحكيلي حكايتك إيه اللي حصل معاك؟ So one day on the news I was watching it with my parents and I saw all the Syrian kids who had to leave their homes and schools to be safe and I'm not used to seeing that around where I live so I felt really bad for them but I couldn't find a way to help them so then I just ignored the problem then one day when at dinner when we were seeing when we were watching a video with you in it I knew that this was a really big problem because I had seen it again and now I really wanted to find a way to help them so at this point I was really into rainbow loom which is You were into what? rainbow loom which is a loom that you use rubber bands and a hook to make different things out of rainbow loom Yeah So I started making some out of rainbow loom and I started selling them at my schools for about a dollar I grow up and I started making some good money when I , I started selling it I started agreeing right away I started selling it and then finished buying it Yeah They were around a dollar because that's all our principle would let us sell them for They had bought it with the dollar because that's all our principal would let us sell them for لكن وانتي بتبعيها كنت بتحكي للبنات اللي بيشتروها انتي ليه بتعملي كده والفلوس دي هتروح فين Yeah I actually I had a lot of people that were buying them for me pretty frequently They were buying كانوا بيشتروها علشان الستوري اللي انتي كنت بتحكيها ولا ايه السبب اللي كانوا بيشتروها Well they started out buying just because they thought they were cool And then eventually when I told them the story behind it Then they started buying more and then they wanted to start helping making them Wow wow What happened in the school? The principal you know was the reaction with her? I told her that I was raising money for and I was donating 80% of it She said just as long as it was a dollar or under it was fine to sell She didn't really care much more about it though But she didn't care much about it but did it touch you? Did this encourage you that she didn't really care? Yeah I knew some people they didn't care and some people like me who cared a lot And they wanted to help them in some ways Because there are a lot of different type of people and I was I wanted to help them But you know you pointed a very very strong point You decided to continue to do what you want to do Because you believed in what you are doing Mama and Baba did what you did when you thought about it? On the fact that Mama and Baba are Kato and Christine and Dawood And I think that we can put it on the screen if we can put it on the screen So they were really helpful, they encouraged me a lot to keep doing what I have been doing at school Even when we moved after that So they were helping me a lot But you know they took me to the store to buy more rubber bands and they let me buy online and stuff So when I moved I was also into clay, making things out of clay So I made things out of raw clay and then I baked them in the oven so that they get hard And I sold those at school this year which is sixth grade for me And I haven't sold that many as I did last year But I've had a lot of fun doing it And I want to continue to do it throughout the year Amazing Your story is really amazing I'm so proud of you Yeah I want to make a lot more fun Okay I want to make a lot of fun I want to make a lot of fun بابا وماما كان عليهم دور كبير انه هما يشجعوك في اللي انت عملتي ان انت مش بس بتتكلمي مش بس بتعياتي لكن انت بتلاقي طريقة علشان تحلي بيها المشاكل اللي العالم بيواجهها انت صغيرة لكن انت خدتي خطوة انك تغيري العالم عارفين ياما في بيوتنا اطفال عندهم قلب انا عندهم مشاعر انا وممكن يغيروا العالم بصوا لعيالكم زي مكاتو وكريستين بصوا وابتدوا يشوفوا ان بنتهم ممكن تغير العالم بفكرة بسيطة بحاجة بسيطة وشجعوها النهاردة انا بقولكم انا انا بتنبع عليكي انا ان انت هيكون لكي مستقبل عظيم وهتعملي اعمال خيرية كتير ومش بس هتعملي اعمال خيرية وهتنقذي ناس وربنا هيستخدمك بطريقة غير عادية في كل العالم especially مع الازمات اللي بتحصل في الميدل إيس لكن انت هتطلعي جيل هتبتدي تكلمي بنات قدك وسنك وتشجعيهم وهتبني ارمي لعمل الخير اعلم ان ده اللي هيحصل في حياتك وامسو براود ان انت تكوني اول مرة بتطلعي في التليفزيون معنا وانا عارفة انك انت حياتك هتتغير بعد النهاردة من النهاردة لبعد كده هتلاقي نجاح كبير وريني كده ممكن اشوف اللي انت بتعمليه ا jornini ام يدเถو و gh ايس نصر ديزني princess Jasmine Jasmine the Disney princess. They are a Disney princess. So this is just a jar of milk with a removable straw. How cute ده كله معمول بربرباند نعم الربرباند نعم الربرباند أساتك صغيرة أساتك صغيرة عندك غويشة عندك بريسلت نعم وريني بريسلت هناك بريسلت وكل بريسلت مختلفة لديها مختلفة طب ممكن نسلت برضو الكاميرا عليها اسمها هي تايتل ويف إيه رأيكم بقى الغويشة دي هتروح لأول واحدة تكون في سنة أنا هتتكلم في التليفون وتقول أنا عايز أعمل زي أنا وهنبعثها لجديه دي أوكي؟ زي ما أنا عملت زي ما كاتوا وكريستين عملوا ابتدوا شوفوا عيالكم موهوبين في إيه وشجعوهم وتعالوا نطلع الفاصل ده ونشوف شباب صغير غير العالم لويس برايل ولد لويس عام 1809 بفرنسا وتعرض وهو في الثالثة من عمره لحادثة افقدت حاسة البصر ولكنه لم يستسلم الى ذلك الامر فاثناء دراسته في المعهد الوطني للمكفوفين لشبابه في باريس اخترع نظاما اعتمد على النقاط البارزة لمساعدة المكفوفين على القراءة وصدر اول كتاب بطريقة برايل عام 1829 وفي عام 1837 اضاف رموز الموسيقى والحساب لنظام القراءة الشهير الذي يعتبر لغة المقرؤة الرسمية للمكفوفين بالعالم حتى اليوم بوين سلات في سنة 19 عام ابتكر بوين ماكينة منظيفة لمياه المحيط صممت لتجمع القادرات والبلاستيك الطافي من مياه المحيطات والبحار وتتجنب الكائنات البحرية الحية والنباتات والتي ستمر خلالها بسلام دون ان تتضرر وفكرته حازت على اهتمام من عالمين كبير فطبقا لنظريته فاختراعه يمكنه التخلص من 20 بليون تون من البلاستيك والمخلفات الضارة بالكائنات البحرية من محيطات العالم خلال سبع سنوات فقط وهو ما يحتاجه العالم بشدة آلان ماليلا يوسف زاي فتاة باكستانية اشتهرت بنشاطها ودفاعها عن حق التعليم للفتيات وقد وقفت ماليلا ضد حركة طالبان وإصرارها في منع البنات من التعليم والذهب إلى المدارس وفي سنها الخمسة عشر عام تعرضت للإصابة بطلق الناري في الرأس من قبل عناصر متطرفة وبعد تعافيها من الغيبوبة السمرت في كفاحها مطالبة الأمم المتحدة بإرسال كتب وأقلام بدلا من الأسلحة والقنابل وعند بلوغها سن السابعة عشر عام فازت بجائزة نوبل للسلام لتصبح أسهر شخص يفوز بجائزة نوبل في العالم جاك أندراكا توصل الشاب جاك أندراكا وفي عمره سدسة عشر عام إلى تقنية جديدة تساعد في تشخيص مرض سرطان وما يميزها هو أنها ليست باهضة الثمن وتمكننا من اكتشاف المرض في مراحله الأولى وهي في شكل شريط اختبار سهل الاستخدام ويكشف الاختراع المذهش العديد من السرطانات منها سرطان الرئى والمبايد والبنكرياس بليس باسكال عام 1642 كان طفل العبقري بليس باسكال عمره 12 عاما فقط عندما اخترع وطور أولى حاسبة في العالم لوالده الذي كان يعمل محاصل ضرائب وسميت باسمه The Pascalon وكانت في حجم صندوق صغير وكانت تدار باليد عن طريق سلسلة من العجلات المسننة كما ابتكر أيضا المحقن المعروف بالسرنجة التي تستخدم للحقن وكذلك كان أولا من اخترع نارده المسخدم في العديد من الأبعاب شوفوا قد إيه أطفال وشباب صغير بيغير العالم العمل اسمه إيه اللي بنلعب بيه ده القشاط اللي بنلعب بالليد والسلم والتعبان والحاجات دي طفل صغير اللي تعلم اللي كان أعمى وطلع اللغة بتاعت Braille Braille شباب صغير بيغير العالم أنا عارفة أن إحنا معنا تليفون في حد مين معنا في التليفون معنا تليفون علشان يشجع أنا ويشجع جاني ويشوف أنه هم أجيال بتغير العالم النقطة اللي هندخل فيها بعد كده دور الأب أنت قلت لي قصة أصارت فيها قوي لما بتقول لي أن عملوا دراسة وخلوا الولاد يرسموا كل واحد يرسموا صورة ربنا أحكي للحكاية دي عملوا دراسة للأطفال جمعوهم وقالوا لهم ارسموا صورة ربنا لما تفكر في دماغك ربنا شكلوي ارسموا فلو أن الطفل رسم ربنا بشنب وطفل تاني رسم ربنا طويل وطفل تاني رسم ربنا تخين واكتشفوا أن الطفل بيرسم ربنا زي بابا أو بابا فلو بنت باباها بشنب هترسم ربنا بشنب لو بنت أو ولد باباها طويل هيرسم ربنا طويل فالفكرة أن من سن الطفولة لما الطفل يفكر عن ربنا دايما بيبص على الأب كصورة ربنا وذي بتخلي قد إيه مهم من الأب فعلا يبقى صورة لربنا علشان أي حاجة طفل في سن صغير هيشوفها من بابا هيصدق أن دي ربنا فلو الأب بيتغاز بسهولة هيصدق أن ربنا بيتغاز بسهولة لو الأب مش موجود أو هيصدق أن ربنا مش موجود لو الأب بيصغر مشاكل عياله هيصدق أن ربنا بيصغر مشاكل عياله فمهمة قوي 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 حسب الأبحاث دي بيينت أن دور الأب أنه هو فعلاً بيرسم صورة واضحة جداً ربنا شكراً لعيالتي قد إيه دي نقطة مهمة أنت مش بس أب بتربي أو مش بس أب بتبروفايد فور يور كيدز أو بتدي لهم الفلوس وبتشتغل عشان هم يروحوا مدارس أنت بتنقل عيالك صورة ربنا قد إيه دي مسؤولية خطيرة للأسف أن الناس ساعدت تفكر أنا هتجاوز وخلف ودي صنة الحياة كلام ده غلط أنت عليك مسؤولية كأب غير عادية أنت بترسم في زهن أولادك صورة الأب السماوي ربنا ده شكله إيه؟ خد بالك وخدي بالك مسؤوليتنا أكبر بكتير علشان نخلق أجيال بتغير العالم معنا سوما على التليفون أهلاً بيك سوما أهلاً بيك يا سوما من وراء الشاشة مش من وراء الشاشة من وراء صوت الشاشة شكراً شكراً الرب يبارككم برنامج رائع وأنا قاعدة فرحانة قوي بالنموذجين الرائعين اللي جايباهم النهاردة جاني وأنا الرب يباركك ويستخدمك ويستخدمهم إيه باركة في العالم كله نشكر ربنا أنت عارفة إذن أننا كجروب صلة متحدين ومشغولين معاك يقدي إيه من أجل الشباب والصلة ومن أجلهم والصوم من أجلهم بل من أجل الأجيال كلها الحين مجيء الرب يكونوا فعلاً أجيال فعلاً تغير العالم زي عنوان الحلقة النهاردة ويكونوا فعلاً سبب بركة ونور في العالم وعشان كده عايزة أقول أنه عشان يتم كده فعلاً ودي شهوة قلب الرب الأهل ليهم دور وأنت النهاردة الرب يباركك أنت والحبايب اللي معاك مركزين قد إيه دور الأم والأب دور الأهل مهم جداً جداً عشان يشوفوا أولادنا وبناتنا فعلاً بيغيروا العالم وعايزة أقول كمان دور الخدام زي ما أشارتي على لولو جات وفكرت إزاي تجمع شباب وفي عندهم مواهب عشان الرب يستخدمهم للشباب اللي زيهم في كل مكان فاللي أنا عايزة بناشد معاكي النهاردة إن عايزين الأباء والأمهات شايفين إن العالم حواليهم صعب والجو العام حوالي ولدهم وبناتهم ظلمة كتير لأ فيه أمل وفيه الرب عين وصهران عليهم وفيه إله بيطالب منك ومنك الأب والأم إن تكون فيه أياد مرفوعة بالصلاة ورقب سجدة من أجل أولادكم وبناتكم من أجل الأطفال والشباب عشان يكونوا فعلاً زي ما شايفين قدامنا أواني صالحة نافعة لعمل السيد يكون منهم الواحد بألف والاثنين برقب هايغيروا العالم أنا متأكدة يا سمي أنا متأكدة من الكلام ده شايفين يعني نمازج قدامنا حية ومنساش النموذج بتاعك إنجي إنجي اللي كانت خادمة أمينة لمدة ست سنين في برنامج المرأة الفاضلة إنجي نموذج نموذج غير العالم ما كنتش هقدر أعمل لأنا بعمله من غير وجود إنجي في حياة الخدمة وفي حياتي أنا بشكرك لأنك ربيتي إنسانة عظيمة وقفت في الصغرة في أصعب أيام في الخدمة مرت بيها إنجي متري ربنا يباركك يا سومة ويبارك الصيام والصلاة لكل يوم ثلاث عندنا يومين للصلاة يوم الثلاث ويوم الأربع يوم للأولاد والجيل الجديد ويوم للأزواج بشكرك على وقفتك في الصغرة أنت وسمية ومونة ومجموعات الصلاة اللي بتصلي ووقفة في الصغرة علشان نشوف النمازج الحلوة دي النمازج الحلوة دي أبو أمو قادة وناس ركعة على رجليها بتصلي لو أنت عايز ابنك أو بنتك اسمهم يكون بيذكر في مجموعات الصلاة اتصل بينا واسمهم هيكونوا من الناس اللي بنصلي من أجلهم باستمرار كل ثلاث وكل أربع ولو عايز صلاة لزوجك لأنه شايفا مش قادر يعمل اللي احنا بنقول عليه نصلي والرب يغير مرسي حبيبتي مرسي قوي معانا مكالمة من تفلة صغيرة اسمها مريم فلتقوس وعايز أكلم أنا أهلا بيكي مريم أهلا بيكي مريم أهلا بيكي مريم أهلا بيكي مريم أنت عملتي حاجة دلوقتي ربنا أخدك بعد الجامعة وعرفك بالآي هاب والآي هاب لعب في حياتك دور كبير جدا احكيلي على دور الآي هاب في حياتك آه أكيد بعد لما اتخرجت من الجامعة أنا حسيت دعوة من ربنا أن أنا أخد سيزن وقت أن أنا أبقى يعني في الكلمة وفي الصلاة والصوم قبل ما أروح أشتغل وكده فساعتها قررت أن أروح الانترناشن هاستفير بيت الصلاة في كينزا سيتي وده كان من أحسن كرارات أخدته يعني حتى بقى ما كانوا الأول قلقانين علي هبعد عن البيت وكلام ده كله لكن من كانت أحسن كرارات أخدتها عشان كان مهمة أوي أن أنا يبقى عندي أساس روحي قبلنا أروح أشتغل وكلام ده كله وكان يعني أشجع أي حد يقدر لو تقدر تاخد سيزن في حياتك لو مش ستة شهر شهر لو مش شهر أسبوع بس تاخد فترة أن تبقى مع ربنا ودي حاجة حتى مهمة مش مرة واحدة في حياتك بس كل سنة كل سنة يبقى عندك وقت بعيد عن كل التزاماتك ويبقى عندك وقت مع ربنا عشان تسمع صوته عشان ما تعيش حياة زي ما أنا قلت من قبل كده تحاول تثبت نفسك يبقى كل إنجازك من مكان سقطك في علاقتك مع ربنا فأي هاب يعني كان ودرس الكلمة يعني صلاة وصوم ودرس الكلمة غيره حياتي وكمان البزنس ودي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو تاني إن إحنا مؤثرين في العالم ومغيرين في العالم طيب لو أنا بس اللي أنا بعمله إن أنا في مجال الدين أو في مجال الكنيسة لكن الكنيسة بتخرج بره حيطان الكنيسة وبتخرج للعالم بتخرج لمجال البزنس في سبع مؤثرات بتأثر على العالم إبليس نجح السنين اللي فاتت دي كلها السبع مؤثرات اللي بتأثر على العالم وهو اللي يأثر بيها على العالم لكن إحنا النهاردة ويردوينج قال بنعمل إعلان إن كل مؤثرات العالم هتكون في يد الناس اللي بتتأثر بالسماء وإعلان ملكوت السماء على سبع مؤثرات اللي بتتأثر على العالم إيه هي السبع مؤثرات الدين شايفين تأثير الدين وإيسس واللي بيعملوه العالم لكن كمان شايفين الدين والكنيس وربنا بيعمل ايه علشان يدي امل ويدي حياة حياة أبداية طب الدين حاجة التعليم حاجة العلاقات الزوجية والأسرة حاجة عندنا الحكومات والقانون اللي بيغير العالم عندنا كمان البيزنس عندنا الانترتينمنت أو الميديا والانترتينمنت وإحنا جايفين تأثير الميديا على العالم ايه تأثير الميديا على العالم غير عادي يا إما بالشر يا إما بالخير لو أذكر لكم مثلة قال في الحلقة اللي كنت عاملها مع الشخص اللي كان بيدمن الألعاب الجيم الفيديو جيم اكتشفوا إن الطريقة اللي بيقتلوا بيها في الجيم هي نفس الطريقة اللي آيسس بيتبح بيها العيال واكتشفوا كمان إن بياخدوا الأطفال اللي ادكتد للميديا ألعاب الجيم الفيديو جيمز دي ميديا بياخدوهم هم دول اللي دي ريكروتزم علشان يبقوا من الناس الأعضاء بتاعة آيسس أمريكان يوروبيينز هنود من كل أنحاء العالم لكن كمان بنشوف تأثير الميديا الكويسة بنشوف تأثير الميديا المسيحية شوف تأثير الكارم على العالم بنشوف تأثير نهضة القنوات المسيحية لما قامت وإزاي قامت وجابت ملايين من الناس للرب وكمان بنشوف الأفلام النظيفة بنشوف فيلم الباشنوف كرايست بنشوف أفلام كتيرة بتنزل ليها قيم في العيلة ليها قيم في البزنس ليها قيم في الحاجات دي كلها النهاردة إحنا عايزين نغزو العالم بالأفكار الإلهية السماوية حتى لا يغزو إبليس عليها ويسيطر على العالم زي ما سيطر على العالم السنين اللي فاتت قوم وانهض زي ما أنت بتعمل وحلوة النقطة اللي قلتها يعني حاجة من الحاجات اللي أنا مبسوط بها أن هوليوود هتبتدي وابتدت تطلع أفلام كتيرة مسحية حتى ناس مش مؤمنين كتير يعني أنا عرف كذا حتى في التمثيل هنا قالوا لي أن فيه ناس مش مؤمنة كتير عملت تبتدي تكتب يعني تجيب ناس مؤمنة تكتب وتطلع أفلام مسحية علشان كمية الإقبال على الأفلام مسحية من ناحية بيزنس ناكحة جدا ففيه أفلام كتيرة عملها تزيد بس الحاجة اللي أنا عايزة أشجعها كمان أن زي اللي أنت قلتين أن فيه 7 مونتنز وكمؤمنين لفترة طويلة كنت بكلم واحد في هوليوود قال نحنا كمؤمنين لفترة طويلة بنقول إيه هوليوود دي خطيئة ابعد عنها مؤمنين ما نعربش من الأفلام من الكلام ده كله لكن ربنا دلوقتي يبتدى يعكس ويدينا استدراك أن لأ كمؤمنين لازم نكون نور في كل النواحي ولما شوف أصحابي مؤمنين رحيين حلوين بيخشوا في النواحي دي فأنا عايزة أشجعنا كلنا أن إحنا كمان مع أولادكو أن لو عندكو مثلا ابن أو بنت مثلا بيحبوا عمل أفلام أو كده ما تقولوش لا دي خطيئة ويبعد عنها لا ممكن ربنا يستعملهم أن يجيب أفلام لناس كتيرة وربنا ابتدى يعمل كده عشان كده في أفلام كتيرة بتطلع لمؤمنين الأم تريسا قالت جملة بحبها قالت بدل ما تلعن الضلمة روح نور شمع فإحنا كمؤمنين للأسف برضو ساعات روح التدين فينا ممكن تخلينا لأ حافظ على العيال إيه بعدها أنهم الحاجات دي يرحوش السينما خطيئة طبعين كل الأيال ياما دا كترة ياما مهندسين لكن لا نشجعهم لأ خشوا بيبقى نور وحكي أصل فيلم إيه الفيلم أو الأغنية دي دي حاجة بتحكي قصة طب حاجة بتحكي قصة ده اللي يسوع كان بيعمل الوقت كله يسوع كل اللي كان بيعمله كان بيحكي قصص وأمثال ومن عن طريق الأمثال الناس كانت مش بس بتصدق بعقلها بس بقلبها شكيا ما كانش وعظ بس لا كان بيحكي قصص والناس تعرف وتتعلم من القصص حتى لما داود كان وقف خطيئة وبعت له سمويل عشان يكلمه كانت بعت له قصة عشان يفهمه انت الخطيئة اللي انت ما تعلمت خلال قصة فأشجعكم أن انتوا شوفوا الإمكانيات في عيالكم ما تخافوش لما يبقى عايزين حاجة تبقى نور في وسط الضلمة شجعهم يبقوا نور بدل ما تحاولوا تبعدوهم عن الضلمة عشان نور قليل فوس الضلمة أقوى بكتير من احنا نخبي الضلمة عشان كيه يسوع قالوا ما تحطوش النور بتاعك وما ينفعش النور بتاعك يبقى نخبي نوروه يعني تنوروه يعني وخش فوس الضلمة وبقوا نور مش هربوا من الضلمة I love the idea أنا حاسة كده بالروح أن في ناس كتيرا النهاردة أولادها جايين لها وبيقولوا إحنا عايزين ندخل وندرس موسيقى إحنا عايزين ندخل وندرس أفلام وأبقى متخصص مخرج أو مصور أو 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 وعناد الأب والأم واقف قدام عيالهم لكن عايزاكم النهاردة تسمعوا البرنامج ده تسمعوا مرة واثنين وثلاثة وشوفوا إزاي أن كل واحد بموهبة عنده ربنا الدهاله ممكن يغير العالم عايز ابنك أو بنتك عايز ابنك أو بنتك يكونوا بيغيروا العالم ولا يكون أهو دكتور وقابلها بالعافية وهو بيجيب فلوس وحياته نكد وعايش عيشها مزربل اختر الاختيار الصح إن أولادك يكونوا مؤثرين ومغيرين في العالم ممكن يكون مغير في العالم كدكتور ممكن يكون مغير في العالم كمهندس لكن ده اختياره ودعوة ربنا على حياته شجعوا أولادكم شوفوا الباشن بتاعتهم فين اللي بيحبوه وبتديوا شوفوا ليه ربنا خلاهم يحبوه خلقهم لأعمال صالحة من قبل ما يتولدوا زرعها جواهم لكن إحنا علينا نشوف ونبص ونشجع زي ما بابا وماما أنا عملوا معاها زي ما مامة ميري فالتاقوز اللي كلمتنا عملت معاها زي ما ماما وبابا جوني عملوا معاها اكتشفوا المواهب اللي في أولادكم وشجعوها خرجنا من حتة الآي هاب ونرجع لها تاني تأثيرها إنه حتى بناك في البزنس احكي لنا عن النقطة دي بعد لما عملت الانترنشيب كنت هناك ستة شهور وقبل ما اروح اي هاب كنت عايز اروح يعني كنت بفكر في هكذا حتة تانية فيها خدمات ومؤتمرات وروح اخدم الفقرة وكده وحسيت ربنا بقول لي لأ انت عايز تروح عميل عايز تخدم وعايز تعمل وتنجز وتعمل انا عايز ادعيك لحاجة بحيث ان انت تقعد زي مريم تحت تنسي للعالم وربنا ادري يبارك يعني ربنا بارك الشغل انا اقدر ابارك ناس تانية انا اقدر اغير في المجتمع واغير في القلتشور واغير في حتى البيوت اللي بتتبعه والمناطق تبقى مناطق وحشة وربنا يدي لك هو انا اقدر ادخل ناس جديدة في المنطقة او منطقة تتجدد ويبقى ما كان فيه نور في وسط منطقة ما كانتش فيها امل فربنا بارك الكلام ده عشان اتعلمت ان انا اسمعه صوته وعشان اتعلمت ان انا امتي في ان انا ابنه مش في ان انا كان بيت هبيعه او هعمل قد ايه يعني الفرق بين الشخص اللي عايز يبقى ناجح في العالم بمبادئه بقوته والشخص اللي بينفذ النجاح او بيعيش النجاح بمبادئ الملكوت انت مركز على انك تبني الملكوت من خلال البزنس مش كل تفكيرك هبيع كم واحدة المرة دي انا لازم احط جول كذا 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 واضيع حياتك وتفكيرك والطاقة بتاعتك لكن انا عندي الموهبة دي بعرف اتكلم مع الناس بعرف ابيع لكن بالموهبة دي انا بتبارك وببارك شعب الرب ده فكرني بحكاية من زمان او يمكن من عشرين سنة يا انا 20 years ago كنا في مؤتمر ما كناش في مؤتمر كنا في في قعدة صالة في بيتنا وجات واحدة اسمها ميريام هلمان كانت نبيا ومسكت باباكي وتتنبأت عليه قالت له طلع الوالد بتاعتك وطلع باباكي الوالد بتاعته وابتدت تصلي على الوالد بتاعته وقالت له انا ربنا موريني ان انت هتدخل في البزنس والبزنس هتكون ناجح فيه جدا وربنا هيملى الوالد بتاعتك وهتفضل الوالد دي مليانة على طول كل ما تدي كل ما الوالد هتتملي النهاردة بابا بزنس ما الناجح بيخدم وبيبارك ملكوت الرب في كل مكان بيروح فيه وهو ده الفرق ازاي ناس بتغير اجيال بتغير العالم بالمواهب اللي ربنا مدهلة انتو كمان روحتوا مكان زي الايهاب كده الجاثرينج اللي حصل في المانيا احكيلي كان ايه احساسك بعض الناس اصدقائه جدا جدا Plaza Park Joulani. كان you're also el comple. Mm hmm. Um, I really felt a connection. When I went up to the front, and then so there's a slow song, and then after that there's a big happy song when everyone was dancing. So I was both at the time, and I really liked it and I want to keep going to the gatherings. الأماكن الكبيرة اللي بتحصل فيها ريفيفل كبيرة اللي بيكون فيها ناس كتيرة اللي بيكون فيها مؤتمرات كبيرة بتأثر في حياة الشباب وبتأثر في حياة أجيال يعني هي أول مرة تروح الجاثرين كان فيها وميني بيبول عشر تلاف شخص كانوا متجمعين في ألمانيا تحت الجاثرين مع ديفيد ديمين وكانت أمجاد 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 وبيعمل اجتماعات كبيرة جدا هنا هو تحت الهوم كومنج وبيعملها في الصين وفي كوريا وفي أماكن كتيرة مستخدمة أجين ديفيد ديمين is one of those people اللي هما بيغيروا العالم أجيال بتغير العالم وديفيد ديمين واحد منهم بيغير العالم في حدث هيحصل هنا في كاليفورنيا في يوم تحعة أبريل بشجعكم كلكم كل اللي سمعيني بشجعكم إن انتوا تروحوا الحدث اسمه دا كول أزوزا كول هيكون في المكان اللي ابتدت في نار الروح القدس اللي ظهرت في شارع أزوزا في لوس أنجلز لما الروح القدس ملى المكان والمكان كله اتملى بنار وبقوا الفايرفايترز بتوع المطافي بيجوا ويلقوا إن دا مش نار لكن كانت مسحة للروح القدس في هذا المكان بصوم وصلاة وتكلم بألسنة وآيات وعجائب ظهرت في هذا المكان وكان انسكاب غير عادي للروح القدس النهاردة هيكون في شهر أبريل يوم تسعة في اجتماع هيجي في الغد دلوقتي يفتكر عشر تلاف واحد هيبقى في استاد كبير في لوس أنجلز تعالوا نسمع على الإعلان دا وشجعوا أولادكم عايزة الشباب الصغير عايزة أنا عايزة جاني عايزة جاكي عايزة إنجي عايزة الشباب الصغير عايزة ميري تعالوا واحضروا وتشوفوا حياتكم هتتغير إزاي تعالوا نسمع على الإعلان دا مع بعض اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة جنب تصبح قولنا في تلاد عائزة المسافرخين تُعرفون الأشهر من عائزة ستنبู่ عائزة اللون جنبان صورة منزعة من القناة أستنتيون أيضا حتصلوا على قناة أشتركوا في قناة أجيزة دعنا نتحدث ونحن نتحدث ونحن نتحدث ونحن نتحدث انا فعلا بشجعكم جدا على انكم تروحوا الكل لو دخلتوا على الانترنت وحطيتوا اسم لو انجل او لو حطيتوا The Azusa Revival او The Call هتجي لكم كل المعلومات وازاي ترجسر وازاي تروحوا انا النهاردة بشجع شباب صغير عايزت شباب صغير يكلم في التليفون ويحكي حكايته زي ما ماري حكت وزي ما انا جات هنا وحكت عايزين الشباب الصغير اللي بيغير العالم اللي احنا ما نعرفش عنه ممكن تكون بيغير المجموعة الصغيرة بتاعتك اتكلموا وشجعوا شجعونا هنا في البرنامج وشجعونا باللي انتم بتعملوه ونعرف ربنا بيتعامل بيكم بيعمل بيكم ايه في كل انحاء العالم ام سو اونرد ان انا معايا بابا جاني اهلا بيك اهلا بيك اساس اهلا بيك اهلا بيك مش عارف الصوت كده واضح ولا لا واضح جدا واضح جدا ياريت لو عندنا صورة الاخ سامير علشان الناس تعرف مين باباك الرجل العظيم ده شكرا عارف خيرك ده من محبتك نفسي اقول حاجة فدل ألخف اللي كان بيتقال كله النهاردة أني فيه ثلاث شخصيات هنا لها دور في تغيير الأجيال أول حاجة دور الله نفسه نمرة تنين دور الأب والأم نمرة تنين دور تركيبة الشخص نفسه الشاب نفسه بنلاقي في الكتاب في قصة نوح في تكوين سبعة أن الرب قال له يا نوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفولك والفولك يشير إلى المسيح رغم وسط الألاف والملايين اللي كانت موجودة قال له أنت وجميع بيتك إلى الفولك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل فهنا شخص نوح أنه كان بار وده دور الأب ودور الأم أن يكونوا في خطة الله وهم اللي يكونوا زي ما جوني كان بيقول الحسن والأمان والحضن والحنال لولادهم فلو ما كان شنوح بار كان ممكن ولاده هلكوا التواصل مع الأمم اللي هلك طب بس أنا عندي سؤال لك هنا لديك نعم أنا عندي لك سؤال هنا هل ممكن يكون فيه رجل بار لكن ابنه أو بنته اختاره اختيار غير كده دي النقطة الثانية اللي أنا هتكلم فيها اتجاه اتجاه قلب الشخص نفسه الشاب نفسه دور الأب والأم أنهم يصلوا لأولادهم دور الأب والأم أنهم يصرخوا من أجل أولادهم دور الأب والأم أن رب يحفظهم من الشرير لأن هي مش بإمكانياتنا لكن لو اتجاه قلب الشاب نفسه مش عايز كده دي هي تبعى مشكلته هو فعشان كده اللي احنا نقدر نعمله كأب وأم أن احنا نصلخ لأجل أولادنا أن رب مش يخليهم يعرفوا بس أن رب يستخدمهم أنهم يغيروا الأجيال اللي وراهم ورب يستخدمهم أن يكونوا قوة ضد مملكة الظلمة ففيه دور لنا أساسي وفيه دور للشخص نفسه أقول لحضراتك حاجة إجابة للسؤال ده في تكوين 37 لما يعقوب قال لي يوسف ابنه قاله روح افتقد أخوتك فتعالى فأرسلك إليهم رح قال له ها أنزة فتخيل حضراتك يوسف وست 11 يعني غير 11 اتجاه قلبه مختلف اتجاه فكره مختلف وده من استخدام الرب أساسا أن الرب ليه خطة مع كل واحد غير التاني تخيالي يوسف قال لبابا قال له لا أنا مش رارح هايبقى الموقف ايه اعتقد لو قال لحد تاني كان ممكن لو قال له رأوا بيهن مثلا وكانت العملية عكسية كان ممكن يقول له لا النقطة التانية لما يوسف قبل وراح الباركة جات وبعدين شق كل المشاكل اللي هو قبلها طوال الطريق فتخيالي أنا بعدت جوني وقالت لي يا جوني أنا عايزك في الموضوع ده في المهمة دي عشان تروح تفاعد أخوك هارمي وجوني قبل وقال لي أنا موافق يا بابا وراح وبعدين جوني لقى نتيجة انه راح وسمع كلام بابا انه قلع التوب القميس الملون وبعدين اتبهدل ولبس توب العبيد وكلكم عارفين القصة وازاي ترمى في البير وازاي اخواتكم كان عايزين يقتلوله انه ممكنه بيحسدوه وشافت مرار المر وبعدين يمشي في صحراء لمدة تلاتين واحد وتلاتين يوم حافي على رجليه مربوط في جمال وبعدين بعد كده يخش على بيت فتفار ويحصل اللي حصل والقصة وبعدين يخش السجن يعني يقلع كمان توب العبيد ويخش ويدبس توب السجن لكن بنشوف النهاية يقول ايه على بابا متمرتش على بابا متمرتش على بابا ملامش بابا هو في السجن يقول ايه ده بابا هو السبب هو اللي بعتني لو لان بابا بعتني ما كانش حصلني لو لان بابا بعتني هو عارف ان اخواتي ميز بيحبوني اخواتكم عايزين يقتلوني تخيالي ده ده dagطر منтьا hart من باعش يعني اخواته عايدين يقتلوه قراروا يقتلوه و بعدين يتبهع و بعدين يتبهدل و بعدين يخش السجن والرب ما يدي له رؤية تاني مختلطة عشان كده أنا عايز أقوله إن شخصية كل واحد زر التاني خطة الله لكل شخص زر التاني ممكن كلامنا أقوله لجوني ما ينفعش أقوله الهاربي يسبب له مشكلة وممكن كلامه أقوله الهاربي لو قلت الجوني يسعب عليه جوني مني فالقصة لازم كأب وأم نبقى حسفين ونعرف طبيعة الشاب القدامنا وإمكانيات وإزاي يشجعوا لأنه ممكن حاجة أشجع بها جوني تكون نفس الحاجة دي هاربي اعتبارها أنها مش تشجع لي تجيب معارض بتاء العكس فلازم نعرف أن الله لي خطة في حياة كل شخص ولازم نعرف أن الإنسان لي دور نلاقي بيقول كتاب عن دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس يعني أكيد بابا وماما علموه لكن دانيال في السابس ودانيال الظروف اللي حواليه كلها صعبة لكن جعل في قلبه وإنت ربنا تدالك يا أخ سمير أنك تعمل دانيال أنك تعمل يوسف أنا أشكر الراب هي قصة قصة صور حواليهم نحن نصلي من أجلهم لكن نحن نلقم الحرية كاملة لكن نوجههم يعني لأب وليهم دور توجيه جايز وقت أنا هتكلم دلوقتي أنا هتكلم دلوقتي مع جوني في حتة التوجيه versus الكنترول التوجيه أو السيطرة وأنا عايز أسألك يا جوني في النقطة دي شكراً يا أخ سمير على الملحوظات المهمة لكن جوني عنده كلام على حتة السيطرة إزاي أن أنا ما كنتش مسيطرة الأب والأم المسيطر versus الأب والأم المواجه ديني مثل يا جوني في أمثال 22 في أية محبة 22 ستة بتقول ربي الولد في طريقه في طريقه طريق الولد طريق الولد مش في أي طريق في طريق الولد فمتشيخة أيضاً لا يحيد عنه ففي أمثال بتتكلم يعني حتى في أمثال بيقول ربي الولد في طريقه إيه طريق الولد فلما نقول على موضوع الكنترول ولا التوجيه يعني الأهالي بتوجه لازم نوجه لو هنعمل كنترول السيطرة دي هتعمل هتضر أكتر ما هتساعد فبنعرف بنبقى مفروض الأب والأم يبقى في حوار مع ربنا بحيث أنه بيعرفوا إيه طريقه الإبنة والبنت ويبقوا بيوجهوا لي مش بيعملوا كنترول عشان لو عملوا كنترول ويبقوا بيعملوا عكس خطة ربنا ربنا يبقى عايز يودي طريق والأهل يوقفين في العكس وفاهمين أن الأهل أنهما كده بيساعدوا الولد أو البنت لكن هما كده بيعملوا ضرر يعني زي مثلا في المثل ده كريستين وكاتو شافوا طريقها القلب الحنين وأخذ الأكشن شجعوها وساعدوها بالفلوس إنها تبتدي إنها تعمل اللي هي بتعمله لكن لو قالوا لها ممكن كان بابا وماما يقولولك إيه أنت عندك مذاكرة ما تضيعيش وقتك في الكلام الفارغ ما تضيعيش فلوسك في الكلام الفارغ أنت يركزي في المذاكرة عشان لازم تنجحي ولازم تجيبي درجات النهائية وما شافوش قلبها هيا فين كان ممكن ده يحصل لها إيه توقف بالظبط وحاجة تانية خد تطلّف حاد بالظبط والنقطة اللي أنا عايز أقولها كمان يعني ده قانون عموما مش بس الأهالي والأطفال بس عموما تعلمت إنه لما يبقى عندك مشكلة مع حد عندك اختيار من اختيارين سمعتني أسيسة بلكده عجبتني يما هتكسب الخنائقة يما هتكسب قلب الشخص فالأهالي لما تيجي بموضوع التوجيه ولا الكنترول لازم تكرر لما يبقى فيه مشكلة مع الابن يمكن الابن مش بيذاكر كويس أو يمكن الابن ماشي طريقي غلط هل هدفك إن انت تكسب الخنائقة ولا هل هدفك إن انت تكسب قلوبهم دي مهمة قوي ارجع لي للحتة دي ثاني فمثلا الابن ممكن يكون مثلا بيمشي مع الناس غلط أو مش بيذاكر كويس لو الكنترول هيبقى الهدف في الكنترول زي في الرسين أنا هدفي إن أنا أكسب الخنائقة واربطهم عشان يسمعوا الكلام بالعافية وممكن فعلا يسمعوا الكلام بالعافية بس أول لما هيكبروا هيبقى فيه أي فرصة هيهربوا هيهربوا من الكتاب هيهربوا من كلمة ربنا عشان بالنسبة لهم دي كيود يمن هدف إن احنا بنكسب القلب بنشوف كتير ياسوع في الكتاب حتى مع التلاميذ مش هدفوا إن يكسب الخنائقة هدفوا إن يكسب قلوبهم والحوار والحوار فنقطة من النقطة عن ياسوع ياسوع في الكتاب تسأل 183 سؤال لكن نرد على ثلاث مرات بس في الكتاب نلاقي ياسوع رد على أسئلة أغلب الوقت لما يتسأل 183 سؤال ما يردش على السؤال أغلب الوقت يسألهم سؤال ياسوع سأل 307 أسئلة يعني تقريبا ضعف اللي تسألوا رد بأسئلة يعني أنت تسأل ياسوع سؤال يردلك بسؤالين هو رده على الأسئلة ثلاث مرات بس نشوفها في الكتاب ليه؟ لما بنسأل أسئلة وفيه كتاب يعني أنا ما أردهوش بس قريت منه أجزاء بيتكلم على قوة أن أنت تسألي لما بنسأل أسئلة بنخلي الشخص هو بيفكر ويلاقي الإجابة لما يسوع شاف السامرية ما كانش هدفه أن يكسب الخناقة أو يكسب أن يوريها أن عاقدتها غلط وهو عاقدته صح وهتروح جهنم وهتروح جهنم لكن كان هدفه أن يكسب قلبها فلما كانت تيجي تتكلم وتحاول بقى تتكلم عن إيه؟ عن العقائد المختلفة فكان يسأل أسئلة هو فين جوزك؟ هو يسوع عارف فين جوزها بس كان قاصد يسألها أسئلة ليه؟ عشان كان عايزة هي اللي تفكر وعايزة هي اللي تكتشف هي فين وربنا فين وعن طريق الأسئلة من غير ما يخش فيها ويكسب خناقة بس يكسب قلبها في الآخر فحاجة برضو أشجعها للأهالي بدل ما نحاول نكسب خناقات ممكن أفعلا تكسبك خناقة سنة سنتين بس أول ما الإبنة هيبقى عنده الحرية أو بنت هيبعاده عن ربنا هيبعاده عنك حاولوا تكسبوا قلوبهم ودي لازم يكون في حكمة إزاي نعمل كده؟ ما بقولش لا ممكن ولد يكون بيسرق ونقول عادي لا فيه آه فيه خطوط لازم تتحط فيه حدود لازم تتحط بس عموما ما يبقاش الهدف إن احنا نكسب الحدود دي بس إزاي نكسب قلوبهم زي ما يسوع كسب قلوبنا هللويا كلام ده خطير جدا وكلام ده مهم جدا والحلقة دي لازم تتسمع مرة واثنين وثلاثة وعشرة وإبعاثوا اللينك وفعلا ده حلقة مفتاحية معانا الغالية علينا جدا مونة استفانوز أهلا بيك يا مونة أهلا بيك يا إبات وأهلا يا جوني وأنا أنا عارفة نوات الحلقة بيختم مش أخذ وقتكم لكن حلقة أكتر مرائعة أنا نفسي اشتفت منها كتير قوي ونفسي أأكد على نقطتين أنت قلتهم أول حاجة نعتذر لربنا على الغلطات اللي غلطنا فيها في أولادنا وثاني حاجة نعتذر لولادنا لو ربنا بدينا نوني النهاردة نعتذر لولادنا على الغلطات اللي غلطناها معاهم ونصالي ربنا يدينا زي السكة نصلح الغلطات اللي احنا عملناها في حياتهم وربنا يبركك يا جوني بارك خدمتك ويسمي ربيكي مكدا اسمو أنا نفسي كمان أشجع أنه I am so proud of you حبيبتي You are a blessing like you fear أنت باركة زي بابا وموما كتو كريستين زي موما باركة لنا و I want to encourage your ministry I would like to buy a bracelet for each one of the Alkarma employees from the ones they are making so it can be a message to them and at the same time to encourage what you are doing for God's glory أنا عايز أستري bracelet من اللي بتعملهم أنا لكل واحد فولاد الموظفين في الكارما هدية يعني مني ليهم وأكفر فريسلة أنا علشان أشجع خدمتها وذكر ريسالة لأولادنا كمان أولاد اللي فتاة في الكارما يتعلموا اللي أنا بتعملوا عشان يكون باركة لهم ربنا بارككم وشكركوا مع الوقت ويستخدموا الحلقة المكدئسهم Thank you so much يا مونا Thank you She is an actionist مونا مغيرة للعالم جيل مغير للعالم مش بس شافت حاجة وتأثرت بها لكن أخدت action ربنا يباركك يا مونا ونشوفك معانا Very soon باسم يسوع الحلقة فضل عليها دقيقتين لكن I wanna thank you so much أنتو مسأل عظيم لناس بتغير العالم Keep doing what you're doing كملوا شجعوا وbuild others وخليكم مسأل عشان الناس تتعلم منكم هنلخص الحلقة دي في دقيقة الأخيرة اللي فضلة أول حاجة لو الأب والأم زي ما مونا قالت غلطوا يعتذروا يعتذروا لربنا ويعتذروا لأولادهم الحاجة التانية نتكلم على أولادنا بالبركة ابتدوا في كل عيد ميلاد لأولادكم أن انتو تقروا لهم البركات في تاسنية 28 في بركات ابتدوا اقروها لأولادكم في كل عيد ميلاد وكل يوم الصبح وولادكم خارجين ما تخليش الوقت وضغط الوقت نبقى متنرفزين لكن نبتدي اليوم مع أولادنا بالبركة بركوا أولادكم كل يوم الصبح وهم ماشيين وهم خارجين ما تركزش وما تركزيش على أنك أنت اللي تكسابي المعراقة في المناقشة لكن تكسابي قلب ولادك وتكسابي أنفسهم أحسن ما تكسابي الخنائة صلوا معاهم عرفوهم أنتوا بتسلوا لهم ادوهم الحق في الاختيار خليهم أنا رأيي كذا لكن أنت اللي بتختار ودي هتبني شخصياتهم ابتدوا اكتشفوا مواهبهم وهم صغيرين وابتدوا شجعوا المواهب بتاعتهم بكل طرق ممكن تشجعهم بيهم وخلوهم مع ليدرز وفي أماكن تشجعهم وأماكن تنور مواهبهم وأماكن تعترف بمواهبهم علشان يبددوا يكبروا وبشجع الليدرز بكل الكنائس الموضوع مش موضوع مين يظهر مين يقود لكن مين عنده موهبة ونبتدي نعلم كل واحد في المجال بتاعنا أنه يقف قدام بيته ويبني الصور قدام بيته بالموهبة وبالدعوة اللي ربنا دعانا ليها وخلينا نكون مؤسرين في المجتمع في السبع مؤسرات الأساسية في المجتمع في أولادنا لو في بيزنس شجعوا يبقى في بيزنس لو في الميديا شجعوا يبقى في ميديا لو في مجال التعليم شجعوا لو في مجال الخدمة شجعوا لأننا لازم نكون مؤسرين على العالم ونبني أجيال تغير العالم وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج من القلب للقلب رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان حاسس بألمنا من غير حتى كلامنا يجيب سلام بلمسة حب من القلب للقلب من القلب للقلب